القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير اسماء الاشخاص واحيانا الاماكن واذا ما وقع تشابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا حارس القيسارية الجزء الاول بعد ان ينصرف التجار بعد الزبناء يغلق العم محمد ابواب القيسارية وقد داب على تناول وجبة العشاء مباشرة بعد ان يطمئن الى ان لا احد بقي في الداخل وانه سيد عالمه الليلي كان يتخذ من مكان مقابل للباب الرئيسي للقيسارية مجلسا له يرسل قطعا من الكرتون ثم جلدة كبش بيضاء تزينها شامات بنية يتناول طعامه بعد ان يشغل راديو كاسيت قديم لونه اسود يستمع كل ليلة الى اغاني ام كالثوم يحفظها عن ظهر قلب وحين تتيه عن ذاكرته مقاطع او كلمات فانه يعوضها بدندنة تساير الايقاع العام من حين الى اخر يقوم بجولة عبر كل ممرات القيسارية كان رجلا امينا فخلال كل سنوات العشر التي انضاها حارسا للقيسارية لم يشك اي من التجار سرقة او ضياع بضاعة او مال في الصباح في حدود التاسعة يغادر العم محمد القيسارية بعد ان يصل اول تاجر الذين يعرفونه عن قرب يعرفون انه لم يتزوج وانه يسكن غرفة اكتراها فوق سطح احدى العمارات في حي المحيط في الرباط عدا ذلك لا يعرف عن الرجل اي شيء اخر في تلك العمارة قليلونهم الذين يعرفونه يأوي الى غرفته ضحا ينام ولا يستيقظ الا عصرا ليستعد لليلة جديدة في القيسارية لم يكن يزوره احد وقليلا ما كان ينزل الى المقهى المقابل للعمارة وقد ظل فضليون ان وراء الرجل سرا ما كان تكتمه يستفز الفضول رجل جاوز الستين يعيش وحيدا في الرباط كانت طريقته في الكلام تشي بانه ينحدر من المنطقة الشرقية لعل المرحوم الحاج القادري الذي كان امين تجار القيسارية كان يعلم عنه اكثر من ذلك فهو الذي اتفق معه على ان يتولى الحراسة ليلا الرجل كان ضمن مجموعة من عمار البناء قاموا باشغال في القيسارية وقد اعجب الحاج بجديته وتفانيه في العمل وبما انه نال ثقة الحاج فقد نال بالتالي ثقة كل التجار مرت عشر سنوات نحن في العام سبعة والفين بدأت تظهر على العم محمد علامات العياء علت سحنته صفرة وتراجعت بنية جسمه وبدأ يدب فيه النحول اغلب التجار لم ينتبه الى حالته كان يغادر القيسارية عند وصول اول تاجر وحده تاجر الشربيل وخيوط السقلي عبدالغني تنبه الى ان العم محمد يعاني مرضا ما سأله ذات صباح ولكنه لم يتلقى منه جوابا فقد شكره على اهتمامه وكان عبدالغني قد عرض عليه ان يصحبه الى الطبيب صار الرجل لا يقوى على القيام بجولاته الليلية في القيسارية ولم يعد ينبئ عن وجوده في الداخل سوى صوت ام كلثوم المنبعث من الراديو كاسيت سرعان ما صار يستعين بعصة يتوكأ عليها للقليلين ممن يتجاذب معهم الحديث بين فينة واخرى شكى الما في الظهر وفي الساقين ثم ذات مساء لم يأتي الى عمله رفع اذان العشاء في القيسارية ولما قضيت الصلاة تلك الليلة من مارس بدأ التجار يغلقون دكاكينهم وينصرفون في جملة من تأخر المعلم عبدالعزيز صاحب محل الخياطة التقليدية وقد تنبه الى ان العم محمد لم يأتي بعد وانه تأخر اذ كان يأتي قبيل صلاة العشاء كان على رابطة التجار ان تتدبر الامر اتصل عبدالغني بائع خيوط السقلي بالعم محمد ولكن هاتفه ظل يرن لم يتلق جوابا بعد عدة محاولات وكان الحل ان يبيت تلك الليلة في القيسارية الحارس الذي يعوض العم محمد ايام الجمعة عطلته الاسبوعية في صباح اليوم التالي تطوع عبدالغني لاستطلاع ما حدث للعم محمد فقد كان الوحيد الذي يعرف عنوان سكناه يذكر انه اوصله مرة الى باب العمارة التي يسكن غرفة في سطحها اوقف سيارته في باب العمارة دخل كانت عمارة قديمة تفتقر الى العناية قبل ان يتخطى الطابق الثاني التقى رجلا نازلا السلم سأله عن العم محمد ولما تنبه الى ان الرجل لم يعرف من يكون العم محمد اضاف انه يبحث عن رجل يعيش في غرفة وحده على السطح دله الرجل على غرفته كانت الاولى على اليمين بعد ان يتخطى عتبة الباب المفضي الى السطح لما وصل عبدالغني الى ذلك الباب كان قد تجاوز الطابق الرابع وكان يتصبب عرقا منح نفسه بضع دقائق لاسترجاع الانفاس تقدم الى باب حديدي كان الاول على اليمين يبدو ان صفيحته لم تلمسها صباغة منذ امد بعيد كان يغلب عليها لون الصدى طرق الباب طرق مرة اخرى من عنق الغرفة سمع سعالا يبدو ان العم محمد مريض اطل رأس من باب الغرفة المجاورة كان رجلا نظر اليه ثم عاد ولكن عبدالغني الذي لم يسمع ردا اقترب من الباب حتى كاد يلسق بها وجهه ثم بدأ ينادي محمد محمد اخيرا سمع جوابا ادفع الباب ادخل بالكاد كان يسمع صوته دفع عبدالغني الباب فوجد نفسه في غرفة هي اقرب الى ممر منها الى غرفة كانت تمتد بضعة امتار وتنتهي بجدار به باب صغير لا دفة له في عنق الغرفة الممر سرير من خشب كان العم محمد ممددا المكان شبه مظلم وبالكاد استطاع ان يتبين وجوده على السرير كان ملتحفا بطانية داكنة الالوان حاول الجلوس دعك مستلقيا عم محمد قال له عبدالغني كيف حالك كما ترى فيك الخير سي عبدالغني في ايام معدودات صار الرجل ظل نفسه نهض من سريره مشى جهة الباب وانار الغرفة قال له عبدالغني ساخذك الى المستشفى لا الامر لا يحتاج لا داعي كان صوته خافتا ارى انك بحاجة الى ذلك نهض عبدالغني بدى له ان الرجل في حالة ضعف شديد وانه لن يستطيع تحمل نزول سلاليم العمارة ولذلك خطر بباله ان يأتيه بطبيب الى غرفته تلك ساعود بعد قليل صمت العم محمد عاد الى سريره واستلقى بعد نحو ساعة عاد عبدالغني ومعه طبيب شاب فحص الشيخ طمأنه كتب له وصفة ولما كان نازلا من العمارة السر لعبدالغني بان الرجل في حالة صحية صعبة وان عليه ان يدخل المستشفى للعلاج اشترى عبدالغني الدواء الذي وصفه الطبيب وعاد الى العم محمد ناوله حبة وكأس ماء كان عبدالغني يفكر في المستشفى الذي يمكن وان ينقل اليه اعد له كأس حليب دافئ ولما رآه وقد استراح قليلا ابلغه بان حالته تستوجب نقله الى المستشفى ولكن العم محمد عاد وابدا امتناعه عن الذهاب الى المستشفى قال ان الدواء الذي وصفه له الطبيب سيحقق الشفاء المنشود وحتى يقنع عبدالغني بان نصحته ليست بالتدهور الذي قد يتصوره جلس على فراشه صمت قليلا ثم قال لا تقلق سعب الغني نحن في الحياة نسعد ونحزن نصح ونمرض ثم سنموت يوما حتما كذلك قدر الانسان في الحياة في حياتي سعدت بمعرفة رجال يستحقون رجولتهم مثلك سعب الغني وصادفت انصاف رجال واشباه رجال سامحهم الله كان يبدو وكأنه يحدث نفسه فاجأ كلامه عبدالغني بدى له وكأنه يقدم للإفصاح عن شيء ما ولكنه عاد ليلزم الصمت وحتى يستدرجه الى قول ما قد يكون يريده قال عبدالغني نعم عم محمد كذلك هي الحياة نقابل خلالها اصنافا شتى من الناس نلتقي من يسعدنا ونسعد به ومن يؤذينا ويظلمنا ومن ينصفنا تنفس الشيخ نفسا عميقا صمت حتى ظن عبدالغني انه نام ثم عاوده سعال ولما هدأ قال سي عبدالغني انت انسان طيب العفو عم محمد الله شفيك استمع جيدا الى ما ساقوله لك واحفظ خيرا ان شاء الله نولي ذاك الصندوق الصغير اشار الى صندوق خشبي قديم كان بجوار حقيبة سفر لما جاءه به فتحه واخرج منه ظرفا ابيض بداخله كانت مجموعة من الوثائق منها جواز سفر قديم اخرج منه ايضا صورا ووثائق اخرى كان عبدالغاني يراقب في صند قال العم محمد هل استطيع ان استأمنك على سر لم يرد عبدالغاني كان يريد ان يعلم اولا اريدك ان توصل هذه الامانة الى عائلتي كانت المرة الاولى التي يسمع فيها العم محمد يتحدث عن عائلته الجميع في القيسارية يعلمون انه رجل يعيش وحيدا ولا يعلم له اهل ولا اقارب هم عبدالغاني بالحديث ولكن العم محمد طلب منه ان يتريث قال له لن ادعك حيرانا سوف افضي اليك باشياء ارجوك ان تحفظها اسمي عبدالكبير وليس محمد انا عبدالكبير الريداني جئت من وجدة قبل اثنتين عشرة سنة خلفت ورائي زوجة وولدا لم ارزق غيره هذا جواز سفر انظر انتهت صلاحيته منذ سنوات تناول عبدالغاني الجواز في الصفحة الاولى صورة صاحب الجواز لم يشك في انه العم محمد عبدالكبير الريداني عنوان سكناه وجدة القان نظرة على صفحات الجواز كانت بها عدة اختام اغلبها يسجل العبور عبر بوابة مليلي المحتلة كانت الصورة نفسها على بطاقة التعريف الوطنية حلق عبدالغاني بعيدا بخياله من يكون هذا الرجل هل هو العم محمد الذي عرفناه على مدى عشرة اعوام هادئا وديعا وخدوما ام هو شخص اخر كان الشيخ صامتا هناك فوق سطح تلك العمارة القديمة في حي المحيط يعم سكون غريب عاود الشيخ السعال ناوله عبدالغني كوب ماء ثم بعد لحظة قال له لا تستعجل الامور ستعرف كل شيء هل تعيدني بمساعدتي نعم اعيدك رد عبدالغني ساقول لك كل شيء للقصة بقية ترقبوها غدا حالس القيسارية الجزء الثاني والاخير ظهر ذلك اليوم ساد السكون سطح العمارة حيث يكتري العم محمد غرفة وبرغم المرض الذي كان ينخر جسده كان الرجل يبدو سعيدا لقد انس وحدته ذاك اليوم عبدالغني تاجر الشربيل وخيوط السقل في تلك القيسارية التي يعمل بها منذ عشر سنين جاء اليه بطبيب الى غرفته وصف له دواء واسر الى عبدالغني بان حالة الرجل تستدعي نقله الى المستشفى ولكن العم محمد الذي تبين الانا اسمه الحقيقي عبدالكبير الريداني رفض باسرار كان يفكر في البوح باسراره استوى على سريره وقال بصوت به بحة ساقول لك كل شيء فربما ادركني الموت لقد اخفيت هوية الحقيقية لانني كنت ملاحقا من احدهم كان شقيقه شريكا لي في التجارة كنا نعمل في التهريب مات المسكين في حادثة انقلبت السيارة التي كان قد حملها بمواد مهربة كان ينقلها الى سوق ابن درير اشتعلت النار في السيارة ظل حبيس الحطام ومات سكت قليلا وكأنه يستحضر الوقائع كان يبدو حزينا كانت تجارتنا رائجة وكنا نتقاسم ما تدره علينا من ارباح لم يحدث بيننا خلاف يوما كان الشرق رجلا مستقيما اشتغلنا سنوات معا كذلك كان قدره ان يموت في تلك الحادثة الاليمة باغت الشيخ السعاد ولما هدأ استأنف حديثه لقد اعطيت ارملته ما كان بالذمة من ماله ولكن شقيقه كان يريد ان اتعامل معه وان يكون المستفيد من تصفية الحساب ذات مساء طلب مقابلتي اتفقنا على اللقاء بالقرب من المطار لم يكن بمفرده كان معه شخص اخر لم اكن اعرفه عاود مطالبتي بنصيب شقيقه في تجارة كنت قد سلمت ارملته كل شيء وقد اكدت له ذلك ذكرته بان ذلك تم بحضور شهود ولما ايقن انه لن يحصل مني على شيء هددني قال انه سيقتلني ذات يوم احتدت نبرة الحديث بيننا تدخل الذي معه يريد ان يضربني قاومته ثم سقط على الرصيف ارتتم رأسه بحجر كان هناك حاول النهوض ولكنه لم يقوى على ذلك رأيت الدم يخرج من رأسه امتطيت سيارتي وانطلقت مسرعا كنت خائفا لم احسب ان الذي حدث سيؤدي بي الى الرحيل عن وجدة علمت لاحقا ان الرجل مات يومين بعد ذلك وان شقيق شريكي السابق اعتقل وتوبع بتهمة القتل غير العمد في محاضر الشرطة ورد ذكر اسمي وخشيت ان يتم القبض علي في تلك الليلة ودعت زوجتي وولدي نبيل الذي كان في الثامنة من عمره قلت لها انني راحل عن وجدة وساعود بعد ان تهدأ الامور وان سألوك عني قولي انك لم ترينني منذ ثلاثة ايام كان عبدالغني ينصت باهتمام اضاف في حدود منتصف الليل امتطيت القطار الذي انطلق الى فاس رن هاتفي المحمول عدة مرات ولكنني كنت اخاف الرد كنت ارى على الشاشة اسماء اصدقاء وحتى رقم هاتفي زوجتي ولكن لي لا ارد لانني كنت اخشى ان يكون الاتصال كمينا نزلت في فاس لم يكن لي في المدينة معارف او اقارب كان الصبح قد انبلج مشيت على غير هدى ثم وقعت على ورش بناء في الطريق المؤدية الى افران اشتغلت مع شركة بناء عاملا بسيطا لم اكن متعودا على اعداد خلطات الاسمنت كنت ابيت في الورش في الايام الاولى كنت كلما اويت الى البراكة احس بحجم التعب الذي ينالني عملت مع تلك الشركة في فاس عامين ولما حصل صاحبها على صفقة الاصلاحات في القيسرية هنا في الرباط انتقلت معه قررت ان لا اعود الى وجدة كان يتمالك نفسه بينما الدموع تغالب عينيه لا تجهد نفسك يا عم عبد الكبير كانت المرة الاولى التي ينادى فيها باسمه منذ 12 عاما بدى وقد تخلص من بعض ذلك العبء الثقيل الذي كان يحمله في صدره استعاد هويته الاولى كانت الساعة تقترب من الثالثة بعد الزوال رأى عبدالغني ان عليه ان يذهب الى القيسرية فقد يأتي زبون لاستلام بضاعة ثم عليه ان يذهب حتى يتمكن مساعده من الذهاب لتناول وجبة الغذاء كيف تحس الان يا عم عبد الكبير انا احسن حالا امد ان يكون الدواء الذي اتيت به ناجعا ان شاء الله ما الذي يمكنني ان افعله من اجلك اريد ان ارى زوجتي وولدي قبل ان اموت هل تظن انهما في وجدة حيث تركتهما نعم اظن انهما هناك هل تريد الذهاب الى وجدة سمت الرجل ثم تنفس بعمق وقال اه وجدة وجدة بعيدة الان قال عبدالغني حين تشفى من مرضك سنساعدك على الذهاب الى وجدة تبسم وقال ان شاء الله كتم عبدالغني سر العم محمد عاده في غرفته هناك فوق السطح بعد يومين بدأت تظهر عليه بعض علامات التحسن سلمه قدرا من المال مساعدة من تجار القيسارية سأله ان كان قرر الذهاب الى وجدة ساحاول الاتصال بزوجتي وولدي ان تسنى لي ذلك طلبت منهما ان يأتي عندي الى هنا هل لديك وسيلة للاتصال بهما اخرج من صندوقه الخشبي الصغير ورقة بها رقم هاتف البقال الذي كان يتعامل معه طلب من عبدالغني ان يحاول الاتصال بذلك الرقم وان يسأل عن نبيل ولد عبدالكبير او عن امه جميلة شكل عبدالغني الرقم على شاشة هاتفه المحمول انه يرن ثم جاء صوت رجل علم منه ان نبيل سافر الى بلجيكا وان امه ما زالت حيث كانت كان العم عبدالكبير يتابع الحديث وبقدر ما فرح لكون زوجته ما زالت حيث تركها بقدر ما احزنه ان ولده صار بعيدا لما تحدث عبدالغني مع جميلة حصل منها على رقم هاتفها الخاص ووعدها بالاتصال بها قريبا لامر يهمها انتاب العم عبدالكبير شعور غريب تلك التي احبها وتزوجها وانجب منها ولده الوحيد ما زالت تنتظره اثنتا عشرة سنة مرت على هروبه من وجدة ناوله عبدالغني الرقم قرر ان يعود الى وجدة وليكن ما يكون في الصباح نزل السلاليم يتوكأ على عصاه حمل دواءه ولا شيء اخر محطة الرباط المدينة قريبة اشترى تذكيرته ونزل يمشي ببطء الى الرصيف انتظر نحو ساعة كانت الحادي عشرة لما انطلق القطار لم يغمض له جثن طوال الرحلة في حدود العاشبة ليلا كان القطار يدخل محطة وجدة غادر المحطة وتوجه الى مقهى قريب في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بانه في امان هناك كانت علاقاته محدودة اما الان فانه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه هو في مدينته وقد يفتضح امره في كل حين فكر ان يتصل بجميلة ولكنه تراجع خشي ان يتسبب لها في صدمة قرر ان ينتظر الى الصبح فيقصد منزل اصهاره كان المؤذن ينادي لصلاة الصبح لما مرت من امامه سيارة للشرطة ابتأت السرعة ثم واصلت طريقها احس بالتعب اراد ان يستريح فكر في التسلل الى مقبرة النصارى قصدها في نهاية الامر قرر ان يتمدد على الرصيف في زاوية تخفيه عن الانظار لم يدر كم مر من الوقت ايقظه حارس المقبرة كانت الساعة تقترب من العاشرة والنصف مهد ومضى الى دار اسهاره فجئوا به في الباب حكى لهم هروبه اتصلوا بجميلة لم تتعرف عليه في البدء وحتى بعد ان عرفته لم ترتم في احضانه ظل يحلم بتلك اللحظة اثني عشر عاما كانت تراه خائنا تخلى عنها وعن ولدها بدون سبب حقيقي قالت هلا رد بانه هرب خشية اعتقاله واتهامه بقتل صديق شقيق شريكه الشرقي وقد فجئه لما علم من شقيق جميلة ان الرجل لم يمت وانه ما زال حيا يرزق صدم هل امضى اثني عشر عاما هاربا من جناية لم يقترفها كان يتحسر على تلك السنوات التي امضاها بعيدا عن اسرته نظر الى جميلة لم تفقد الكثير من نظارتها ولكنه عمر مضى رابح الخاسر الاكبر كانت قد مرت عشرة ايام على تلك الوفاة المفاجئة لعبدالعزيز الخمار لما احضر شقيقه رابح عدلين لاحصاء ما خلف من تركات لم تمانع ارملته ولكنها رأت ان عائلة زوجها الهالك تبدو مستعجلة تصفية الارث جلس العدلان في قاعة الضيوف تم سرد كل ما تركه المرحوم عبدالعزيز من اثاث ومال ومتاع لن تكون القسمة معقدة فهو لم يخلف ولدا ولا بنتا كانت رشيدة منهارة قدرها ان تصير ارملة وهي في ربيعها الخامس والعشرين لم تستوعب بالكامل بعد ان ذاك الذي احبته واحبها قد رحل الى الابد كان شابا في الثلاثين احيانا تتوهم انه ات وانه سيدخل ويثبت لها ان الذي تعيشه ليس سوا كابوس وانه لم يمت ولن يموت تمضي بها توهماتها بعيدا تستعيد وعيها تحوقل وتستغفر الله الذي كان يؤلمها اكثر عائلة زوجها سرعان ما تركتها تحصي عدتها وحيدة في شقتها من حين لاخر كانت تأتي والدتها او شقيقتها او صديقة قديمة علمت متاخرة وجاءت تعزيها وتواسيها في لباس الحداد الابيض كانت تبدو مختلفة عما كانت وبالرغم من انها تتكلف الابتسامة في وجه المتطلعين فانها لم تكن تقدر على اخفاء ذلك الحزن الكبير الذي اصابها كان عبدالعزيز الخرمار وكيل اعمال شركة كبرى لصناعة السيارات كان يحقق دخلا شهريا محترما مكنه في العام ستة والفين وهو في الخامسة والعشرين من العمر من ان يفتح ورشة لصباغة السيارات في الدار البيضاء كان يعمل بشكل شبه تام مع الشركة التي هو وكيلها في تلك السنة التي افتتح فيها ورشته كان قد تزوج من رشيد البومالي تلك التي احبها منذ التقاها لما كانا يدرسان معا في الثانوية درس العلوم الاقتصادية وقد عملت هي في شركة للتأمين ولكي لا يثير اي شبهة فقد سجل ورشة الصباغة في اسم زوجته رشيدة كان يرى ان الاسلم ان لا تكون الورشة في اسمه وقد كانت مصدر دخل هام ساهمت في تحقيقه رشيدة من موقعها كمسؤولة في شركة التأمين كانت من باب النصح حينا ومن باب استغلال النفوذ احيانا اخرى توجه زبائن الشركة التي تعمل معها الى ورشة زوجها التي هي قانونيا ورشتها حين تتعرض سياراتهم لخسائر وتتطلب اصلاحات كذلك استطاع عبد العزيز وزوجته تكوين ثروة مهمة في زمن قياسي استأنفت رشيدة عملها بعد مرور خمسة عشر يوما على رحيل عبد العزيز كانت تتناهى الى علمها اقوال وتلميحات من قبيل اغتصبت حياته ومن قبيل سحرت له كلام فيه الكثير من الاذاية وقد اختارت ان تحترم حدادها وروح الحبيب الذي مات وتتجرع مرارة ما تسمع في صمت قررت ان لا ترد في العمل كانت تجد تسلية ولكنها ماء تعود الى البيت حتى تعاودها هواجسها ومخاوثها وآلامها كانت اربعينية عبد العزيز تقترب بدأت تحس باعراض تشبه اعراض الحمل لم تكن متيقنة ولما ابطأت عليها الدورة مضت تستشير طبيبا وجاءت التحاليل بالخبر اليقين هي حامل يوم علمت بكت بكت كما لم تبكي من قبل بالنسبة لرابح فان الحمل جاء ليربك الحسابات على الورث ان ينتظروا ليعلموا جنس الوريث القادم ذاك الذي سيحسم في القسمة ولكن رابح لم يكن يظهر كبير اهتمام بسبب الوفاة المفاجئة لشقيقه كان يعيد ويكرر ذاك قدر الله وقضاؤه وان الانسان لما يحين اجله يرحل الى دار البقاء كان الشقيق الوحيد للراحل عبد العزيز ولم يكن يشبهه في سلوكه كان قد راكم الفشلة والفشل ولما انقطع عن الدراسة لاحظ عبد العزيز ان شقيقه صار يميل الى الانحراف ولعل تدخله هو الذي جعله يعيش صحوة عقدية دينية هو الذي لم يكن للدين في حياته حضور كبير ساعده على الانخراط في تجارة الخضر والفواكه اكتر له دكانا لا يبعد كثيرا عن منزل العائلة لاحظت رشيدة ان شقيق زوجها صار يؤثر على والدته ويدفعها الى اتخاذ موقف يميل الى العداء كانت امرأة مكلومة رشيدة تعي ذلك تماما ولقد ازدادت عدوانية رابح لما علم ان ورشة صباغة السيارات التي كان يحلم ان تأول اليها انما هي في ملك رشيدة صحيح انه لم يخسر كل شيء فربما كان له نصيب في المال وربما عاد اليه شيء مما خلف المرحوم غير انه كان يراهن على ورشة صباغة السيارات لمح متهما الى ان الاوراق التي تتوفر عليها الارملة انما هي وثائق زائفة احست بان الطمع يعمي بصيرته وردت يوما بان رابح صار مصدر تهديد لها وللذي في بطنها احست وكأنه يود لو لا يولد ذلك الوارث الجديد كانت الايام تمر رطيبة فارغة كما كانت تقول ثم ذات مساء جاءها وحيدا الى بيتها قال لها انه يريد ان يرى الاوراق التي تثبت ملكيتها لورشة صباغة السيارات وقد ردت عليه انها لدى المحامي الذي سيتولى تمثيلها وتمثيل الذي في بطنها حين يحين اوان القسمة لم يستسغ ان تكون المرأة قد تصرفت من تلقاء نفسها ودون الرجوع اليه يومها ابلغته بانه لم يعد بالنسبة اليها سوى رجل كان شقيقا لزوجها المتوفى نظر اليها وقال سوف لن انتظر الاهتي حسبت كلامه تهديدا جديدا طلبت منه ان لا يعاود المجيء في الايام التي تلت احست انه يراقبها صار حملها ظاهرا الان الذي سيولد لن يعرف اباه ستحكي له عنه قصصا وبطولات الى ان يكبر الفحص بالرانين المغناطيسي رجح ان المولود الذي تنتظره رشيدة سيكون ذكرا لم تعلم كيف تسرب الخبر الى رابح اسود وجهه كانت تلك بالنسبة لرشيدة لحظة انذار الرجل قد يجن ان يولد لشقيقه مولود ذكر يعني انه لن يناله شيء مما ترك كانت تفضي باسرارها الى امها وقد نصحتها بالابتعاد عن رابح وهكذا قررت الرحيل عن الدار البيضاء كان لشركة التأمين التي تعمل بها فرع في مكناس طلبت نقلها الى ذلك الفرع ثم في مكناس لن تعاني الوحدة هناك منزل خالها اختفت رشيدة لم يعد يرها حام حول منزل والدتها وحول مقر شركة التأمين حيث كانت تعمل ولكنها لم تظهر في الشركة قالوا له انها انقطعت فجأة عن العمل لم يكن يجرؤ على السؤال عنها في منزل والدتها كان يعلم ان للشركة فرعا كبيرا في الرباط لم يتردد ومضى يسأل عنها هناك لم يتلق ردا يشفي غليله وعاد خائبا على مدى اربعة اشهر ظل يبحث عنها انتقلت والدتها الى مكناس لتكون معها لما تاتي ساعة الوضع ولما جاءها المخاض توجهت الى مصحة للولادة وسط المدينة تم الوضع بشكل طبيعي وبلا اي تعقيدات ولدته ذكرا ومنذ النظرة الاولى اليها نادته عبدالعزيز قالت لامها عبدالعزيز لم يمت كان عليها ان تعود الى الدار البيضاء لاقامة حفل العقيقة رتبت كل شيء لتغادر المصحة في الصباح وبينما كانت في مكتب الاستقبال تنتظر اتمام الاجراءات باغتها رابح بحضوره في المصحة كانت تحمل وليدها دون تمهيد تقدم واراد ان يقبله حالت بينها وبينه دعيني اراه لم ترد عليه انصرف في اليوم نفسه اخذت وجهة الدار البيضاء كان ابن خال لها يسوق سيارتها لما اقتربوا من الخمسات شاهدت رابح يتجاوزهم توقف في بحطة الاستراحة بعد ربع ساعة توقفوا بها كانت تجلس في الكرسي الخلفي للسيارة وهي تحمل وليدها في حضنها لما فاجأها مرة اخرى اقترب من نافذتها وقال لها ستدفعين الثمن قالها ثم مضى صارت رشيدة ترى فيه مصدر تهديد حقيقي ليس لها فحسب بل لوليدها عبدالعزيز بعد استراحة قصيرة استأنفوا الرحلة كانت والدتها تهدئها اذ كانت تحس بقلق شديد لما لحق بهم في المرة الثالثة وكانوا قد اقتربوا من الرباط تجاوزهم ثم فجأة ابطأ السير اضطر ابن خال رشيدة الى الضغط بقوة على الفرامل استدارت السيارة في مكانها ثم انقلبت دارت على نفسها ثلاث او اربع مرات قبل ان تستقر في منحدر على جانب الطريق بعدها لا تذكر سوى وجودها في المستشفى كان اول سؤالها عن عبدالعزيز الصغير جاءوا به لم يمسسه سوء اصيبت هي وامها بكدمات في انحاء مختلفة من جسمهما ولكنها لم تكن ذات خطورة بينما اصيب ابن خالها بكسر في ذراعه في اقوالهم التي ادرجت في محضر الدرك الملكي اجماع على ان رابح هو الذي تعمد التسبب في تلك الحادثة صار مبحوثا عنه بعد ثلاثة ايام عثر عليه وقد شنق نفسه داخل دكانه في ورقة عثر عليها بجانبه كتب انه لن يطيق العيش بعد ان خسر معركته مع رابحة يوسف القناع البشوش لم يكن هناك ما يميزه عن الاخرين في الظاهر على الاقل افريقي من مئات ممن يتحينون الفرصة للابحار الى الضفة الاخرى الى اسبانيا يوسف يقول انه اصبه كان واحدا من اولئك الذين درج الناس في حي مسنانا بطانجة كما في اماكن اخرى يتواجدون بها على مناداتهم مونامي وتعني بالفرنسية صديقي وينادي العامة اولئك الافارقة المرشحين للهجرة السرية الى اوروبا بمونامي ولو كانوا عشر او خمسين ظهر يوسف في حي مسنانا في حدود العام الفين واربعة وسرعان ما استطاع ان يحفظ بضع كلمات بالعامية المغربية كانت مفتاحه الى التعامل مع الناس في ذلك الحي الشعبي الكبير تخطى حدود سدك سدك اي اعطون الصدقة كما يرددها اخرون ممن هم في وضعية صعبة مثله كان يقول انه من السنغال في الحقيقة لم يكن الناس يتوقفون كثيرا عند جنسية يوسف مونامي ولا عند دينه وملته فذاك امر لا يهمهم وكما اخرين ممن اتخذوا من حي الرهراه المحاذي لمسنانا مستقرا لمس يوسف كرم المغاربة كانوا يتصدقون على اولئك المساكين وفي الاعياد في عيد الاضحى مثلا يجعلون لهم نصيبا من اضحياتهم اذ يعتبرونهم ابناء سبيل حاول يوسف ان يكسب من عرق الجبين فعمل احيانا في اوراش البناء وطارة اشتغل حمالا في السوق كان ذلك هو الوجه الظاهر ليوسف الذي تمكن مرات كثيرة من الافلات من الحملات التي تنظمها السلطات لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية الذين لديهم بعض من دقة الملاحظة رصدوا ان منامي يوسف يحظى باحترام عجيب من كل افراد المجموعة التي يتقاسم معها المأوى كان يقود تلك المجموعة ويشرف على ترتيب محاولات الابحار الى الضفة الاخرى ورأى ابتسامته العريضة التي تلازمه كان يختفي حزن عميق فيوسف الذي بلغ الثلاثين بعد ان استقر في مسنانا يراكم في داخله الام فراق اصدقاء واقربين دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولة بلوغ الضفة الاوروبية جريا وراء حلم يسر الاف ممن هم كيوسف على الابقاء له على جذوة في افئدتهم وعقولهم كان الذين تعامل معهم هذا الافريقي المرح في الظاهر على الاقل يعرفون انه سوف يرحل يوما ما وقد لا يبقي لهم في ذهنه ذكرا بعد ان يعبر الى الجانب الاخر من المضيق كانوا يعلمون انه عابر سبيل ومع المجموعة التي كان يقودها يوسف كانت في مسنان مجموعات اخرى لا تقل تنظيما ولم تكن العلاقات بين تلك المجموعات سهلة طوال الوقت وكان التوتر يظهر على السطح من حين الى اخر احدى تلك المجموعات وكانت تضم عشرة اشخاص كان يقودها شخص اخر ينادونه جيجو وبينما كان يوسف مؤتدل القامة كان جيجو ينزع الى ان يكون مديدا كانت ملامح افراد المجموعتين تختلف من مجموعة الى اخرى وكانت على وجوه افرادها علامات تميز بين افراد المجموعتين كانت علامات تدل على انتماء الى قبيلة بعينها كان الرجلان يتبادلان حقدا وضغينة حملاها معهما ومع ذلك فانهما كان يحرصان على كتمان عدائهما التحقت بالمجموعة فتيات ثم صارت تظهر في الشوارع حوامل ثم مرضعات وامهات تحمل اطفالهن في ظهورهن اتخذ يوسف فتاة منهن صاحبة كانت تبدو شابة لا يتعدى عمرها العشرين وما لبث ان ظهر عليها الحمل اسمها ميريان قالت يوما لاحدهم في سوق مسنانة انها قدمت من بوركينفاسو حكت فصولا من رحلتها عبر الصحراء مرورا بمالي والجزائر انتهاء الى المغرب بفرنسية افريقية لكنة حكت كيف مات عدد ممن تاه في الصحراء او تعطلت الشاحنات التي كانت تقلهم بعدما نفذ ما كان معهم من ماء واكل حكت كيف قطعت هي ومن كانوا معها في الركب المئات من الكيلومترات مشيا قالت ان كثيرين ممن كانوا في الركب هم فارون من حروب تشهدها عدة بلدان او من اوضاع اقتصادية صعبة شكت مريام مرة احد افراد جماعة تستقر بالقرب منهم هددها بقتل مولودها وما كان من يوسف الا ان ارسل ثلاثة من رجاله في طلبه جاءوا به كان يوسف ينتظر في غابة الرهراء في الغد عثر عليه مشنوقا ومعلقا الى شجرة حبلت الجثة الى المشرحة كانت لاحد افراد المجموعة معادية لمجموعة يوسف افضت التحريات الى ان الذي حدث مساء الخامس عشر من فبراير من العام ثمانية والفين كان جريمة قتل وتصفية حسابات بين المهاجرين السريين الافارقة وقد نظمت في الايام القليلة التي تلت تنفيذ الجريمة حملة مكنت من القبض على عدد من المهاجرين السريين ومنهم افراد من مجموعة يوسف فيهم مريام صاحبته اختفى يوسف عن الانظار بينما كشف التحقيق مع من اعتقل اشياء ذات اهمية وخطورة علم المحققون ان يوسف والافريقي الشاب البشوش الذي يقول انه ات من السنغال لم يكن سنغاليا بل قدم من رواندا وانه ينتمي الى قبيلة الهوتو كانت الفرضية الاقوى ان يكون يوسف واسمه الاخر هو ميمبا سوسوكو قد التحق بمجموعات المهاجرين السريين التي تتخذ مخابئ لها في غابات بليونش بمحاذاة السياج المقام حول مدينة سبتة المحتلة وبدأ تعقبه امرا تحفه عدة صعوبات ثم بدأت تأتي من المداشر المحيطة بغابات بليونش اصداء عن شخص من مالي يدعى تجان ديالو قال الذين التقوه انه شاب وديع استطاع تعلم العامية المغربية كان يتصرف كما كان يفعل من قبل في مسنان بطانجة يتقرب الى الساكنة ويقيم علاقات تتيح له رصد اخبار ومعلومات تفيده في التخفي بدأ للمحققين ان توقعاتهم في الطريق لكي تصدق ولكن الرجل كان شديد الحذر يختفي كلما اجتم رائحة عملية امنية او تحرك للسلطات وقد طرحت عدة مخططات للقبض عليه واستقر رأي الذين اوكل اليهم امر ملاحقته على ان يقيم احد السكان بمحاذاة شاطئ بليونش وليمة وان يدعى تيجان ديالو اليها وان يسحب معه من يحملون الطعام للمتوارين في مغارات وغابات بليونش في الليلة التي سبقت اليوم المحدد بات محققان في المنزل ظهر اليوم التالي حذر مينبا سوسوكو كان الرجل نفسه الذي في الصورة التي معهما وكان في جملة المبحوث عنهم في قضايا القتل والعنف الذي شهدته رواندا بعد العام اربعة وتسعين تسعمائة والف ما ان دخل الباب حتى احاط به المحققان مرحبا بك مونامي نظر اليهما كان في نظرته ما يوحي بانه ادرك انها النهاية ومع ذلك فانه حاول التفلت دفع احد المحققين وهم بالرقد كان المحقق الثاني اسرع منه اسقطه ارضا وصفضه بينما اسرع اثنان كان يرافقانه الى الغابة وسرعان ما التهمهما الغطاء النباتي الكثيف علم منه المحققون ان اسمه هو منباسوسوكو وانه كان يقود مجموعة لقتل التوتسي كانت تتحرك في جهات مختلفة من رواندا قال انه شارك في تلك الحرب انتقاما لمقتل والديها اعترف بان ذلك الشخص الذي قتله في غابة مسنانا كان عدوا له كان من التوتسي ولكنه اقر بانه لم يقتله بسبب ذلك بل لانه حاول المساس بميريام صاحبته كان منباسوسوكو ينوي القيام بمحاولة للعبور الى اسبانيا وكان في حساباته ايضا ان يتسلل الى سبتة المحتلة في جملة ما باح به انه كان يسعى الى تمكين افراد مجموعته من التسلل اولا وان يكون اخر من يتسلل لم يبدي اسفا على جريمة القتل التي اقترفها ولم يبدي اسفا على مشاركته في المذابح التي شهدتها رواندا كان اسفه الوحيد ان هروبه انتهى هناك عند شاطئ بليونش فرانسيسكو وكلارا دي المار لما بلغ فرانسيسكو ريدوندو الثامن عشر في العام الفين غادر بيت اسرته في وسط غرناطا واتخذ له مسكنا مستقلا في الجهة الشمالية من المدينة لم تتقبل عائلة الريدوندو الامر بسهولة لم تكن قد تخلصت بعض من ثقل موروثها كعائلة محافظة ولكن الزمن الحاضر زمن اوروبي اسبانيا لم تعد كما كانت قبل ان تنضم الى الاتحاد الاوروبي كان فرانسيسكو قد التحق في ذلك العام بكلية الهندسة المعلوماتية التابعة لجامعة غرناطا والتي لا تبعد عن ساحة اوروبا بلافا دي اوروبا اعتاد الشاب فرانسيسكو ان يلتقي مع اصدقائه في مقهى يقع في شارع اخوان بابلو سيغوندو كانوا سويا يقضون كل مساء لحظات طيبة يتناولون كأسا ثم ينصرف كل واحد الى حاله كانت المجموعة تعلم ان فرانسيسكو يحب ذات العيون الاندلسية لوس دي المونتي كانت تصغره بعام وكانت وحيدة الطبيب مانويل دي المونتي الذي يملك عيادة في شارع الرسام تشاباريتو حتى ذلك العام لم يكن هناك ما يكدر صفو العلاقات بين افراد تلك المجموعة وكان كل واحد من اولئك الاصدقاء يبدي حرصا على النجاح في الدراسة وكثيرا ما كان الواحد منهم في لحظة حلم يتحدث عن الافاق التي يريدها بعد ان يتم دراسته كثيرا ما اضحكت احلام بعضهم لوليتا النادلة كانت وهي في العقد الخامس من عمرها لازالت تحتفظ ببعض نظارة وبقايا جمال من سن الشباب الذي ول وكثيرا ما كانت تردد وهي تدير لهم ظهرها منصرفة بعد ان تضع على الطاول ما حملته من شراب يا لهم من شبان مجانين لوكوس العمارة التي يسكنها فرانسيسكو تعود ملكيتها الى سيدة ثرية تتخذ لها من الطابق الرابع والاخير سكنا كانت تعيش وحيدة بعد ان توفي زوجها قبل سنوات طوال وترك لها ثروة مهمة منها تلك العمارة وقد لاحظ انها كانت تبدو حريصة على التزين والظهور بمظهر انيق يليق بمقامها وكان لها عدى ذلك ميل الى الشبان من الرجال بعد ان تجردت من ثياب الحداد قبل سنوات خلت وقد احس فرانسيسكو اكثر من مرة بحبال تصادفه تطيل الحديث معه وترسل اليه بتلميحات لم يكن يستطيع تجاهلها كانت سيدة كلارا ذيلمار بارعة في اظهار رشاقتها وقد كانت رشيقة حقا وسرعان ما صار فرانسيسكو يميل اليها كان شعورا غريبا ما كان يحس به تجاهها وذات مساء صادفها في مدخل العمارة كانت قد نزلت لتوها من السيارة وقد رأى سائقها الكولومبي يمضي بسيارتها ليركنها في المرآب دعته الى كأس في شقتها الفسيحة لم يرفض دعوتها هذه المرة وكانت المرة الاولى التي تطأ قدماه الطابق الرابع من العمارة سكن السيدة فسيح ورحب به اثاث من مضلات وحقب مختلفة يومها لم يدخل شقته الا في الثلث الاخير من الليل فقد خان محبوبته لوس خانها مرات اخرى في الايام التي تلت ثم سار يبطئ في الحضور الى المقهى سار يتعلق كل يوم اكثر بتلك المرأة انقطع عن الجامعة كانت لوس تراقب في صمت حلت فترة الامتحانات تجرعت مرارة هجر الحبيب وتفرغت لامتحاناتها لم يعود الشاب فرانسيسكو يسأل عن والديه كما كان يفعل من قبل هو الان يغوص في عوالم جديدة هي عوالم السيدة كلارا دلمار كانت بخبرتها في الحياة تجعله ينقاد وينساق لم تكن تبقي له على فرصة لسؤال او التساؤل حتى وبقدر ما كان يثق فيها لاسباب لا يدركها بقدر ما كان يروم جانب الحيط حيال سائقها الكولومبي نظرات ذلك الاصلع كانت تخيفه ولو ان الرجل لم يباشره بالحديث ولو مره كانت بينه والمرأة اسرار كم كان يود ان يطلع عليها وكثيرا ما سمعها تخاطبه بعبارات مرموزة لم يقو على فك شفرتها سافر معها الى عدة جهات في اسبانيا ولكن رحلتين استنفرت اهتمامه كانت سيدة دلمار في حالة توتر اثناء تلك الرحلتين يوم سافر معها الى الجزيرة الخضراء ويوم كانت الرحلة اطول الى سانتاندير لم تكن تسمح له بسؤال سرعان ما كانت تكتم انفاسه بقبلة او توجه اهتمامه وجهة اخرى مضت ستة اشهر الان انقطعت عن فرانسيسكو اخبار اصدقائه ولم يعد يتلقى اي اتصال من لوس كانت كلارا لا تبخل عليه بالمال جعلته يحس بانها تستطيع ان توفر له كل ما يطلب اخبرته يوما بان ثروتها ليست فقط ما ورثته عن زوجها الهالك ولكنها ايضا شركة للخدمات تعمل اساسا في نقل الارساليات غير ان كلارا لم تزد على ذلك من حين لاخر كانت تستقبل ضيوفا وعادة ما كانت تطلب من فرانسيسكو ان ينصرف ينزوي في شقته التي يحتفظ بها في الطابق الثالث من العمارة ثم لا تلبث الحياة ان تستأنف وطيرتها العادية لم يكن يدري ما الذي يحدث اثناء تلك اللقاءات في النهاية ذاك شأن لا يعنيه كذلك كان يسر لنفسه كلما اصابه نزغ من الفضول ذات صباح بينما كان يتناول فطوره في مقهى وسط المدينة اقترب منه رجل انيق المظهر قدر ان يكون في الاربعين من العمر بادره بالتحية السيد ريدوندو نعم قالها وظل ينتظر ان يعلم من الرجل من يكون هل تسمح لي بالجلوس الى مائدتك تردد قليلا ثم قال له تفضل اعتذر عن ازعاجك سيد ريدوندو لن ابقياك تتساءل اكثر انا العميد انريكي بوسكي من الشرطة القضائية اهلا بك سيد العميد لدي بضعة اسئلة اود ان اطرحها عليك تفضل سيدي كان فرانسيسكو واثقا من انه لم يخالف القانون ولم يرتكب ما يدعوه الى القلق شكرا لقد لاحظنا منذ فترة ارتباطك بالسيدة كلارا ديلمار وما الخطأ في ذلك تلك حرية الشخصية عفوا سيد ريدوندو انا لم اقصد ذلك وما قصدك اذا اريد فقط ان اعلم منك ان كنت من يتولى تسيير شركة ترانس جرانادا للخدمات انا لا علاقة لي بتلك الشركة التي هي في ملك كلارا التي تتولى ادارتها ولكن المعلومات التي لدينا سيد ريدوندو تفيد بعكس ذلك فقد اوكل اليك رصبيا تدبير شأن تلك الشركة منذ اربعة اشهر خلال اجتماع لمجلس الادارة فوجئ فرانسيسكو بما قاله العميد بوسكي اذ لم تبلغه كلارا بقرار تعيينه متصرفا في شركة ترانس مالاقا يذكر انها يوم اخبرته بوجود هذه الشركة لم تزد على القول انها مورد من موارد ثروتها ظل صامتا ثم ادركه العميد بسؤال اخر هل تعلم انك وان تثبت العكس تتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن تلك الشركة نظر الى العميد وظل صامتا انك تتحمل المسئولية الكاملة سيد ريدوندو اقترب منه وهمس في اذنه انك حتما لا تعلم ان احدى سيارات الشركة رصدت وضبط على متنها ثلاث كيلوغرامات من الكوكاين لن اخفيك ان المخدر كان من النوع الجيد فتح الشاب فاه متعجبا عجز عن الكلام اقترب منه العميد مرة اخرى هامسا نحن نعلم يا سيد فرانسيسكو انك لا تعلم ارتسمت على وجه العميد ابتسامة عريضة ثم اضاف وحتى تثبت انك لم تكن تعلم ما عليك الا ان تتعاون معنا كان الشاب خائفا لم يسبق له ان ولج عالم المخدرات لا مروجا ولا مستهلكا ولا وسيطا نعم سيدي ما المطلوب مني لن نطالبك بالكثير نريدك فقط ان تبلغنا بتحركات السيدة كلارا وباتصالاتها هذا رقم هاتفي ابلغني ابلغني بكل ما يثير انتباهك طاب يومك فطورك شهي سيد ريدوندو طاب يومك سيدي خارج العميد من المقهى تبعه فرانسيسكو بنظرات شاردة لم يكن الشاب قد استوعب بالكامل خطورة الموقف الذي يوجد فيه هل يعقل ان تكون تلك السيدة التي تحبه كل ذلك الحب افعى كامنة تتحين الفرصة لتصيبه بلدغة قاتلة هل قربته اليها واغوته بما بقي لديها من جمال لتتخذه درعا وغطاءا لحياة موازية لما مهض وغادر المقهى رن هاتفه كانت كلارا في الجانب الاخر اين انت حبيبي لم ارد ان ازعجك خرجت الى وسط المدينة تناولت الفطور لوحدك كان في صوتها غنج قرر ان يلعب اللعبة في انسجام هل تشكين في ذلك حبيبتي اخاف عليك الحسنوات لن تبلغن مقامك حبيبتي كلارا تعال حبيبي لا تتأخر سنسافر معا الى مالغا ما ان انهى المكالمة حتى اتصل بالعميد انريكي بوسكي وابلغه بانهما سيسافران بعد ساعة او اقل الى مالغا لما عاد الى البيت وجدها تنتظره في الصالون قالت له انها ستستقبل عائلة لها قادمة من كنارياس على متن سفينة تحين الفرصة واتصل بالعميد وابلغه بان السيدة كلارا ستستقبل في ميناء مالغا اقارب لها قادمين من كنارياس طوال المسافة الفاصلة بين غرناتا ومالغا لم ينطق السائق الكولومبي حليق الرأس اي كلمة كانت نظراته تثير الشك والريبة في نفس فرانسيسكو في ميناء مالغا لم يدمي الانتظار اكثر من نصف ساعة ثم ظهرت في قاعة الوصول امرأتان كانتا حسب ما يبدو في منتصف العمر قدمتهما الى فرانسيسكو وقد فوجئ بان السائق حليق الرأس يعرف المرأتين ايزابيل وماريا وضع امتعتهما في السيارة ثم انطلقوا في منتصف الطريق اوقفتهما دورية للحرس المدني تم تفتيش الامتعة واكتشفت عدة اكياس صغيرة بها مسحوق ابيض اقتيد الجميع الى غرناطا بعد انتهاء التحقيق علم فرانسيسكو ان تلك التي ادعت له الحب تتزعم عصابة لترويج المخدرات وان كلارا ديلمار لم تكن سوى هوية القناع كانت كولومبية مبحوثا عنها منذ سبع سنوات في فرنسا واسمها كارمين ماراجار اثبتت التحريات انها تورطت ايضا في اكثر من جريمة قتل طارق في بطن الليل في مدينة كغفساي يتعرف الناس فيما بينهم الحياة هناك لم تفقد الكثير من طابعها القروي وسرعان ما يتم اكتشاف الغريب وسرعان ما يعلم سبب مجيئه الى هذه المدينة الصغيرة ولذلك لما وصل عبدالجليل المصوري الى المدينة يوم سوق الاحد سرعان ما علم انه استاذ الفرنسية الجديد الذي سيلتحق بالثانوية ربما كان توقيت وصوله الى هناك مما ساعد على التعجيل باكتشاف امره ففي اواخر غشت قليلا ما يفد الغرباء على غفساي ثم ان الرجل ما لبث ان توجه الى بقال قريب من الثانوية يبحث عن منزل يستأجره وقد دله على منزل غير بعيد هو منزل عبدالله العسال في المدن الصغيرة لا شيء يظل خفيا لمدة طويلة مع مغرب ذلك الاحد الثالث والعشرين من غشت من العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف علم في غفساي ان الوافد الجديد استاذ للغة الفرنسية حديث التخرج وانه قادم من مدينة العرائش لاحقا سيعلم عنه انه اعزب وانه يبلغ من العمر اربعة وعشرين عاما اكترى الشاب عبدالجليل سكنا اقتطعه عبدالله العسال من الطابق الارضي لمنزله وكان عليه ان ينقل اليه الاثث ولذلك غاب ايام لما انطلق الموسم الدراسي كان عبدالجليل قد اتم تأثيف سكنه كان له تلفاز ومكتبة صغيرة وسرير وبضع اوان في المطبخ لم تكن لديه ثلاجة وحين يشتري لحما فانه يطلب من عائلة العسال ان تضعه في ثلاجتها الى حين كانت لصاحب البيت فتاة تبدو في السادس عشرة او اكثر من ذلك بقليل في اغلب المرات كانت هي التي تتسلم منه ما يريد وضعه في الثلاجة كانت على قدر من الحسن واجمل ما لديها ابتسامتها تلك الممزوجة بخجل لا يخفى اسمها زهرة سيعلم مدرس اللغة الفرنسية بعد فترة ان الفتاة انقطعت عن الدراسة قبل عام دراسي مضى وانها تلازم البيت تساعد امها في القيام باعباء الاسرة حين كان يعود في المساء من المدرسة كثيرا ما كان احد ابناء عبدالله العسال يطرق بابه يحمل اليه رغائف او قطعة كعك مما تعده ربات البيوت احتفاء باسرهن استطاع عبدالجليل ان يربط علاقات وطيدة مع عائلة العسال كانوا يعدونه واحدا منهم وكان هو القادم من العرائش يعتبرهم افراد اسرته حل فصل الشتاء في شهر يناير تنخفض درجات الحرارة وتكسو الثلوج السفوح المجاورة لم يكن عبدالجليل متعودا على ذلك في المدن الساحلية تبقى الحرارة معتدلة عموما وذات ليلى في ساعة متأخرة طرق بابه لم يكن قد اوى الى فراشه بعد فقد اعجبه فيلم وثائقي حول الحياة في سيبيريا كانت على الجدار ساعة تشير الى منتصف الليل ساوره شك حول من يكن الطارق في تلك الساعة المتأخرة ظن ان يكون احدا من ابناء العسال اقترب من الباب وقال من لم يجب احد اعاد السؤال من ثم جاءه صوت احس بانه بعيد عن الباب انا افتح من فضلك كان صوت رجل لم يكن يعرف ذلك الصوت من انت عابر سبيل انا جائع والبرد قارس وجد نفسه في موقف حرج قد يكون الرجل عابر سبيل حقا وقد يكون ايضا لصا يتحين الفرصة وقد يكون مجرما وقد يكون ثم عاد الصوت متوسلا انا جائع وليس لي مأوى تخط عبدالجليل خوفه وفتح الباب وجد نفسه وجها لوجه مع رجل ذي لحية كثة لم يتبين وجهه ظل واقفا في مكانه ينتظر ان يأذن له عبدالجليل بالدخول نظر اليه متفحصا كان البرد قارسا ادخل قال له لم يرد الرجل تقدم نحو الباب كان يحمل حقيبة علقها الى كتفه بارك الله فيك وضع الرجل حقيبته كان في الموقد بقية نار المكان دافئ جلس القرفصاء وعرض كفيه على الموقد ثم نزع حذائه تقدم نحو المائدة وجلس ذهب عبدالجليل الى المطبخ وجاء بكأس ما لبث ان ملأه شايا قدم له الكأس دون ان يقول له شيئا شرب الرجل الشاي برشفات متتالية مرحبا بك قال عبدالجليل هل انت جائع نعم لم اذوق طعاما منذ البارحة لم يرغب ان يحرجه بسؤال تبسم في وجهه ثم مضى الى المطبخ كان لديه بقية من طعام اعد بيضا مقليا ووضع في صحن بعد الزيتون كان الغريب ينتظر شد انتباهه الفيلم الذي كان عبدالجليل يشاهده تفضل بارك الله فيك عاد عبدالجليل الى كأس الشاي بينما كان الغريب يأكل انتهى الشريط الوثائقي حول سيبيريا غير القناة كانت في احداها نشرة للاخبار لما انتهى الرجل من الاكل سأله عبدالجليل عن اسمه الراجي من اين جئت السراجي من مكناز والى اين تريد لست ادري لم اقرر بعد نظر اليه عبدالجليل ماليا كانت لحيته الكثة تخفي الكثير من ملامحه وكانت ملابسه المتسخة تبعث على الريبة والشك اعد له مكانا ينام فيه وجاءه بغطاء اطفأ التليفزيون ثم الاضواء ودخل الى غرفة نومه اغلق الباب باحكام ثم استلقى على السرير من حسن حظه ان الصبح الذي يقترب صبح يوم احد لن يذهب الى العمل يذكر انه امضى وقتا طويلا قبل ان ينام لما استيقظ في الصباح وكان الوقت ضحا كان ضيفه نائما حيث تركه لم يرد ان يوقظه فالرجل كان يعاني من التعب وهو بحاجة الى راحة كافية اعد الفطور في الخارج كان الجو ماطرا والحرارة منخفضة كانت الساعة المعلقة على الجدار تشير الى الحادي عشرة تقدم اليه ناداه بصوت خافد رجي رجي لم يجب وقد لاحظ عبدالجليل ان الرجل لم يتحرك وظل على الجنب الذي كان عليه اقترب منه وهزه بلطف لم يلمس منه تجاوبا مر ركفه بمحاذاة وجهه لم يكن يتنفس تصور الصدمة التي تلقاها عبدالجليل حركه بقوة لا شيء ماذا حدث له هل مات ما الذي سيفعله الان كانت الاسئلة تتلاحق عنيفة في ذهنه طرق باب عبدالله العسال خرج اليه قال له اريدك في امر خطير سي عبدالله الليلة الماضية طرق بابي غريب كان البرد قارسا كما لاحظت ادخلته اطعمته وفي الصباح لما لاحظت انه تأخر نائما حاولت ايقاظه ولكنه لم يتحرك بدى لي انه لا يتنفس قد يكون مات شحب شحب وجه استاذ اللغة الفرنسية الشاب لم يكن عبدالله العسال يخفي قلقه وخوفه ففي النهاية اذا كان الرجل ميتا فانه سيكون مات في بيته وسوف يسأل عن ذلك لا محالة رافق عبدالجليل الى الداخل كان الغريب مستلقيا على جانبه الايسر لا يتحرك تقدم نحوه عبدالله انحن عليه قال انه ميت ويجب ابلاغ السلطات تراجع قليلا الى الوراء نظر مطولا الى الشخص الممدد امامه كانت لحيته الكثة تخفي ملامحه عيناه مغمضتان دلف عبدالله الى مقر الدرك الملكي بعد اقل من نصف ساعة عاد الى المنزل ومعه دركي كان عبدالجليل ينتظر تقدم الدركي وجس النبض على مستوى المعصم ثم الوريد اظن انه ما زال على قيد الحياة طلب سيارة اسعاف الجماعة لم تتأخر اذ لم تكن بعيدة تم نقله الى المستشفى في تونات بينما تم الاستماع الى عبدالجليل وعبدالله مساء ذلك اليوم استعاد الرجل وعيه حاول ان يقنع رجال الشرطة القضائية الذين انتدبتهم النيابة العامة للاستماع اليه بانه جندي متقاعد اسمه الراجل بن نوري كانت وثائق الهوية التي معه تفيد بذلك ولكن عدم قدرته على الادلاء بمعلومات حول مساره كجندي جعلت الشكوك تحوم حوله رفعت بصماته وتبين بعد حين ان الرجل ذا اللحية الكثة يدعى ميلود البطال وانه فر قبل شهر من السجن المدني بوجدة حيث اودع قبل خمسة اعوام بعد ان حكم عليه بالسجن عشرين عاما كان متورطا مع اخرين في جريمة قتل خلال الاسابيع الاربعة التي امضاها خارج الاسوار كان لا يتحرك الا ليلا فر من السجن منفردا لم يكن قد خطط للامر تسلل الى الخارج في غفلة من الحراس اثناء الاستراحة كانت ساحة السجن تعرف بعض الاشغال اندس بين العمال وفي خمس دقائق كان في الخارج يحكي في اعترافاته ان وجهته الاولى كانت محطة القطار في الطريق سرق من رجل حافظة نقوده كان بها مبلغ يزيد قليلا عن ثلاثمائة درهم وفيها وثائق هوية باسم الراجل بن نوري لم يغير فيها شيئا بعد ايام اعيد الى السجن واضيفت الى عقوبته عقوبة حبس اخرى جزاء هروبه اسرار بيت الكندي قبل عشرة اعوام استقر باتريك لبلون في وزان استأجر منزلا في زنقة متفرعة عن شارع المسيرة الخضراء كانت محطة التاكسيات قريبة ولم يكن ضرح مليتهام بالبعيد وعلى مدى عشرة اعوام ظلت علاقات باتريك لبلون محدودة كان يعرف بالكندي كان كثيرا ما يتحدث لمعارفه عن سنوات الشباب في كيبك هو الان في الخامسة والخمسين لم تعرف له حرفة محددة يبدو انه اشتغل في النجارة وعمل سائق شاحنات من الوزن الثقيل وقد سمعه احدهم مرة يحكي عن بضع سنين قضاها في احدى شركات الامن في ايام الشتاء حين يأتي البرد من الجبال المحيطة بوزان كان يرتدي الجلباب المغربية التقليدي المصنوعة من الصوف كانت قامته المديدة تلفت اليه الانظار ثم مع مرور الوقت اعتاد الناس على الامر كان قليلا ما يستقبل ضيوفا في منزله غالبا ما كان يتم ذلك في عطل نهاية الاسبوع كان ضيوفه من الاجانب من الفرنسيين المقيمين في فاس في المرات التي يعلو فيها صخب الصهر في بيته كان لا يتردد في الاعتذار لجيرانه ومن حين لاخر كان يمطط ضراجته النارية الكبيرة ويختفي لعدة ايام وقد استنتج فضوليون انه ربما كان يزور اصدقاءه الفرنسيين في شفشاو او طانجة لم يكن يعلم ما يجري وراء بابه ونوافذه المغمضة وقبل ثلاثة اعوام استقرت معه في المنزل امرأة اوروبية كانت تبدو في الاربعين من العمر وسرعان ما علم انها خطيبته وانها اسبانية استقرت قبل اشهر في شفشاون اسمها باولا باولا فقط وعلى عكس تحفظه كانت المرأة تنزع الى الانفتاح على الجيران لعل ميزاجها الاسبانية محركها في ذلك وفي وقت وجيز صارت تتقرب الى جاراتها يحذوها فضول تعلم الطبخ المغربي والطرز وبعض التقاليد الوزانية كانت من حين الى اخر تدخل بيتا من بيوت الجيران كانت الجارات ترحبن بها كانت تتحدث فرنسية تكاد تكون سليمة وكانت جاراتها من الشابات تبذلن جهدا معها وحين لا تسعفهن الكلمات تلجأنا الى الاشارات هكذا نسجت بولا علاقاتها مع محيطها وعن طريقها علم مثلا ان باتريك لبلون قبل ان يستقر في وزان امضى بضع سنين في فرنسا في مارسيليا وانه كان يملك هناك حانة ومطعما وانه في لحظة ما لما تخط الاربعين قرر ان يغير مسار حياته سحره جمال الطبيعة وبساطة الحياة واختار الاستقرار في وزان وللمرة الاولى علم الجيران انه اشترى المنزل الذي يسكنه كان فسيحا وله حديقة خلفية ومرة في غيابه استدعت بولا بضع نسوة من جاراتها الى البيت كان باتريك متحفظا حيال هذا الانفتاح المتسرع لبولا على محيطها ومع انه حذرها اكثر من مرة الا انها لم تغير سلوكها ثم اختفت ذات يوم من ربيع العام عشر والفين حسبت النسوة اللائي كنا تتعاملن معها انها سافرت او انها مريضة مرت عدة ايام دون ان يظهر لها اثر كان باتريك لا يظهر الا مساء ويشاهد في الحديقة الخلفية للبيت كان يدخن بشراهة بادية غيره لم يعد يبدو في المنزل ذو نفس لم يعد يستقبل اصدقاءه نهاية الاسبوع كما دأب على ذلك كانت ربيعة ابنة العربي صاحب المنزل الملاسق لمنزل الكندي الاكثر قربا من بولا اذ كانت تتحدث الفرنسية بشكل افضل من الاخريات وكانت بذلك المحاورة الاولى للاسبانية اللطيفة وكانت تحتفظ بصورة لهما وقد تجرأت يوما على سؤال باتريك عنها قال لها انها رحلت الى اسبانيا لم يضف شيئا اخر ولكن ربيعة كما باقي النسوة لم تقتنع بجواب الكندي بولا لم تتحدث يوما عن عودتها الى اسبانيا مر اسبوعان ولم يظهر اثر لبولا ثم ذات صباح رن الهاتف المحمول لربيعة وقد فجئت بان المتصلة هي بولا لم تحدثها اذ انقطع الاتصال قبل ان تجيب ذنت ربيعة ان صديقتها الاسبانية ستعاود الاتصال كان الجو ربيعيا صعدت الى السطح كانت تطل على بيت الكندي ثم رأته يمطط دراجته النارية الصفراء وينطلق ساورتها شكوك اتصلت برقم بولا كان يرن ثم جاءها صوتها كان خافتا ربيعة انقذيني بولا اين انت يريد ان يقتلني كالاخرين كانت تلك كلماتها الاخيرة قبل ان ينقطع الاتصال ذعرت ربيعة ما الذي يحدث كيف السبيل الى انقاذها تذكرت ان باتريك غادر البيت لم يكن من سبيل للدخول حاولت الاتصال ببولا من جديد ولكن هاتفها ظل يرن ثم انقطع الاتصال في تلك الاثناء عاد والدها العربي من السوق كان يعرف المرأة الاسبانية فقد صادفها عدة مرات في البيت مع ابنته وكان قد تحدث اليها ببعض من العبارات الاسبانية التي يعرفها كان الحديث ينتهي ضاحكا ابلغته ربيعة بان بولا المختفية منذ عدة ايام اتصلت بها تطلب انقاذها وانها في خطر وقد زاد من توطر الفتاة ذاك الهدوء الذي ظل يطبع ملامح والدها ولما انهت كلامها قال لها انه ذاهب ليستطلع الامر بنفسه وقتها ابلغته بان الكندي امتطى دراجته النارية وانطلق وان المرأة في الداخل ويبدو انها في حالة ضعف شديد رأى العربي ان الامر يقتضي التحرك بسرعة فقد تكون حياة المرأة في خطر خرج وتوجه الى مركز الشرطة القريب ابلغ عن الامر وبعد اقل من ساعة توقفت امام المنزل سيارة الشرطة نزل منها مفتشا قرع الجرس مرة ثم مرات لم يكن هناك من مجيب كانت ربيعة تطل من باب منزلها قال العربي انها ابنتي تلك التي تلقت الاتصال من باولا تقدم منها المفتش ابلغته بما تلقته من الاسبانية قالت انها تخشى ان يقتلها كالاخرين ابلغ المفتش رئيسه بالموضوع وحيفياته ثم جاء الامر باقتحام المنزل تسلق احد المفتشين الجدار ولما وطئ الارض من الجانب الاخر فتح الباب طاف بالمنزل ولما كان بمحاذاة نافذة غرفة تطل على الحديقة الخلفية سمع ما يشبه الانين كان صوتا خافتا يأتي من عمق الغرفة اقترب احد المفتشين وارهف السماء كان انينا من خلال الشباك الحديدي ضرب دفتي النافذة بقوة فانفتحته كانت المرأة ملقاة على الارض وبجوارها هاتف محمول اتصل المفتش برئيسه وابلغه بضرورة ارسال سيارة اسعاف بعد ربع ساعة كان رجال الوقاية المدنية في المكان تم اقتحام البيت وحملت المرأة الى المستشفى كانت تعاني من هزال شديد طوال ذلك اليوم رابط رجال الامن حول منزل الكندي ولكنه لم يأتي لم يظهر سوى مساء اليوم التالي وقد استقبل في الباب من قبل مفتش الشرطة سأله عن باولا لزم الصمت بضع ثوان قال انها سافرت الى اسبانيا لم يكن قد انتبه بعد الى ان البيت فتش ثم بادره المفتش بسؤال اخر ومن هي تلك التي كانت تموت ببطء في تلك الغرفة داخل البيت من باولا موسيو لبلون ثم اضاف اظن اننا سنكمل حديثنا في مقر المفوضية ادخل دراجته رافقه رجل امن ولما ركنها في مرآب المنزل نقل الى المفوضية كانت المعلومات التي توصل بها عميد الشرطة مطمئنة بشأن الحالة الصحية لباولا في اليوم التالي تكلمت قالت انها كانت تقوم ببعض اعمال البستنة في الحديقة قبل نحو عشرين يوما اذ اكتشفت بقايا ثياب تطل من التراب في زاوية من الحديقة كانت ثيابا نسوية فيما يبدو اضافت انها لما ابلغت باتريك بذلك ثار في وجهها وصفعها ووجه اليها لكما وهو يردد هذا جزاء نبشك للتراب سوف اقتلك كما قتلتهم ابلغت باولا المحققين بانها تظن ان في الحديقة جثثا اخرى مدفونة صدرت اوامر من النيابة العامة بالنبش في الحديقة جيء بكلاب مدربة وتم اكتشاف رفاة ثلاثة اشخاص ابانت نتائج التشريح انها رفاة ثلاث نسوة تمنع باتريك لبلون وظل صامتا يوما كاملا ثم اجبرته القرائن على الاعتراف قتل النسوة الثلاث في فترات متفرقة اذ حاولنا النبش في ماضيه اولاهن فرنسية تدعى كخيستين قتلها في شفشاون قبيل استقراضه في وزان وقد حمل جثتها بين امتعته اما الثانية فكانت ايطالية اكتشف انها كانت تعمل لخصومه في مارسيليا بيد ان الثالثة كانت خادمة شاهدت عملية القتل الاخيرة وقد قتلها خمقا تبين فيما بعد ان باتريك لبلون الذي لم يجدد وثائق اقامته في المغرب كان متابعا في فرنسا بتهم القتل وزعامة مجموعة اجرامية والاتجار في المخدرات تم التأكد من ان قدماه لم تطأ كندا من قبل كان فرنسيا من مارسيليا بعد ايام غادرت بولا المستشفى ثم جاءت تودع ربيع تلك التي انقذت حياتها فتاة من ارض الزعفران الحلقة الاولى لما نزلت من الحافلة في محطة الفندق احست بانها تطأ عالما جديدا كانت قد انقذت اربعة اسابيع على رحيلها لم يكن في انتظارها احد وحيدة كانت لا تحمل متاعا كان الجلباب الاسود الذي ترتديه يمتص قامتها الضئيلة غادرت المحطة بخطى فيها الكثير من التردد مشت كمن يحاول شق طريقه في ارض ملغومة نظرت في كل الاتجاهات لم يكن اي من الوجوه التي تمر امامها يعني لها شيئا مشت في الشوارع القليلة للفندق نحن في العام ثلاثة وثمانين تسعمائة والف اكثر من مرة وجدت نفسها في المحطة الطرقية او قريبا منها ثم حل المساء بدأت الحركة تقل في الشوارع ثم تراجعت الحرارة كانت الريح الاتية من البحر باردة لحظ الحسن صاحب الدكان المقابل للمحطة ان تلك الفتاة ذات الجلباب الاسود تحوم حول المكان ظن انها تائها مظهرها يوحي بانها في الثانية عشرة كان يجمع بضاعته استعدادا لاقفال دكانه اقتربت منها نظرت في واجهة الدكان قالت له اريد بيسكويت اشارت باصبعها الى نوع معين احس الاحسن هو الذي شب وهاهو شاب الان في ذلك الدكان ان ما يهم الفتاة ان تفاتحه في موضوع يشغلها ناولها علبة البسكويت التي ارادت ثم بادرها بالسؤال من اين انت يا فتاة نظرت اليه بخجل وقالت من مدينة بعيدة من اين من الجنوب كانت وجنتها قد اتخذت حمرة الورد هل لديك عائلة في الفندق لا يا سيدي انا جئت لوحدي ابحث عن عمل تبحثين عن عمل وما الذي تتقنينه من اعمال كل اشغل البيت نظر اليها الاحسن بعين فاحصة الم تتعلمي ذهبت الى المدرسة ولما بلغت القسم الرابع انقطعت اطرقت برأسها ثم اضافت كان علي ان انتقل الى مدرسة اخرى بعيدة عن قريتنا كان الحسن شبه شارد توقفت عيناه عند تلك الرسوم الصفراء التي تزين غطاء الرأس الاسود الذي تحمله الفتاة لعله تذكر شيئا ما ثم فجأة عاد من شروده ذاك واين تسكنين سكتت ولما لاحظ طول صمتها تطلع الى وجهها كانت تبكي دنى منها وتحاشى ان تلمسها يداه كانت له بنت في مثل سنها االمه ان يراها تبكي ثم لما هدأت قليلا قالت له يا سيدي لقد وصلت اليوم ولا عنوان لي في نطقها ما يشي بانها امازيغية في تلك الاثناء رفع اذان العشاء في مسجد في الجانب الاخر من الطريق كان الحسن قد حسم قراره ساخذك معي الى المنزل لدي بنت في مثل سنك لم تتكلم الفتاة لعل خجلها منعها من الكلام هزت رأسها بالموافقة قال لها الرجل انتظريني عند باب المسجد بعد الصلاة ساخذك معي الى البيت ثم انطلق الى المسجد تركها في الباب كل الذين مروا من هناك تطلعوا الى ملامحها لم تكن تلك الوجوه تعني لها الكثير ولعلها لم تكن تعني لها شيئا راجعت نفسها كانت تتساءل كيف وثقت بالبقال صحيح انه رجل يبدو عليه الوقار ولكن في النهاية استسلمت الى خيار هذاك لم يكن امامها من خيار سواه اما سقف يحميها البرد او العراء وربما ذئاب بشرية ثم شد سمعها الامام وهو يقرأ صورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا كانت تحفظها عن ظهر قلب تذكرت معلم القسم الثاني واستظهار صور القرآن قالت في نفسها ان هذه الصورة تدفع الى الامل والرجاء وثقة بالله هو الذي يعلم وحده كربتها وهو القادر وحده على ان يفرجها غمرتها لحظات روحانية ثم بدأ المصلون يخرجون من المسجد كان الحسن في جملة اخر من خرجوا فقد دأب على ان لا يبرح المسجد الا بعد ان يصلي ركعة يشفع وركعة الويتر كانت تراقبه وهو خارج ولما خطى بضع خطوات تحركت نحوه تقبل الله صلاتك عام الله يرضى عليك هيا بنا الى البيت اخيرا وجدت من يؤويها وللمرة الاولى وهما في الطريق سألها ما اسمك فاطمة مرحبا بك يا فاطمة بعدها صمت الرجل لم يكن منزله بعيدا كان في اعلى تلة تشرف على الطريق الى طنجة لما بدأ الصعود في طريق متربة انطلق نباح كلب قال لها لا تخافي اتبعيني الكلب لن يقترب منك في اعلى التلة في ضوء خافت من مصباح فوق الباب كانت تظهر امرأتان لم تكن واضحة ملامحهما تقدم لحسن ملقيا بسلام ولم ينتظر ان تسأله تلك التي بدت زوجته بادرها بالقول هذه فاطمة ضيفتنا مرحبا قالت المرأة ثم تقدمت نحوها وقبلتها اربعا قبلتين على كل خد ثم تقدمت تلك التي بدت ابنته قالت امها هذه بنتي حفيظة تقدمت اليها وكما فعلت امها قبلتها اربعا هي الاخرى ما ان تخطت الباب حتى احست بدفء افتقدته منذ ايام دفء المكان ودفء الانسان كانت المرأة واسمها عيشة وابنتها حفيظة تتكلمان بلهجة شمالية راقت فاطمة رحبت بها لاحظت انهما كما كان الحال في بيت اسرتها اعدت الشاي كان اول ما قدمتاه لها ومعه خبز من قمح شهي وزبدة كانت زوجة الحسن تلح على الفتاة في الاكل ثم بعد حين احضر العشاء كان تاجين سمك تهي على الفحم بعد العشاء دعتها حفيظة الى غرفتها قالت لها انك ضيفتي في الغرفة فراشان في الصباح لما استيقظت كان الحسن يجلس الى مائدة الفطور مع زوجته جاءت برفقة حفيظة كان لها الاختيار بين الشاي والقهوة بالحليب وعلى المائدة صحون فيها زبدة ومربى وزيت زيتون كان خبز القمح ساخنا اكلت فاطمة دون ان تزيد عن الحاجة ولقد خمل الحسن ان تكون تلقت تربية جيدة نهد الرجل كانت الساعة تقترب من التاسعة صباحا نظرت اليه كان في عينها سؤال التقطه الحسن قال لها ستبقين هنا في البيت الى ان يجعل الله لك مخرجا قالها ثم مضى كانت زوجته قد علمت منها في الليلة الماضية ان فاطمة فتاة جاءت الى الفنيدق تبحث عن عمل لتساعد اسرتها وقد تحاشت عيشة ان ترهقها بالاسئلة فاطمة التي كانت عيناها تنضحان فطمة سعت هي الاخرى الى اشباع بعض فضول حفيظة قالت لها انها بنت اسرة قروية من الجنوب وانها قررت الهجرة الى الشمال والبحث عن عمل في البيوت لمساعدة اسرتها حرست على ان لا يحيد كلامها على ما قالته للحسن بالامس امضت يومها تساعد عيشة وابنتها في اشغال البيت واعداد طعام الغذاء لاحظت ان الاحسن لم يأتي خمنت انه بقي في دكانه كان اليوم يوم خميس ثم جاء في المساء بعد صلاة العشاء قال لها انه وجد لها اسرة تشتغل عندها ولكن في المضيق تبسمت ولم تتكلم بالقصة بقية تلقبوها غدا فتاة من ارض الزعفران الحلقة الثانية والاخيرة امضت فاطمة ليلتها تلك تبحث عن ملامح لافراد تلك الاسرة التي ستشتغل عندها في المضيق كان تفكيرها كل تفكيرها يتركز على النساء اللواتي ستتعامل معهم لم تكن تولي كبير اهتمام لرجال اذ عادة ما يترك شأن الخادمات للنساء كانت حفيظة بنت العم الحسن قد اغرقت في النوم وكان الظلام الكثيف الذي عم الغرفة يمحو من امام افكارها كل الحواجز والممنوعات اعادت شريط خروجها من القرية تذكرت امها انها تراها كما لو هي في حضنها تذكرت اباها وتقاطيب وجهه واستحضرت صورة ابراهيم شقيقها كان الاقرب اليها بين افراد اسرتها المسافة بعيدة بينهم الان في الخارج كانت الريح المقبلة من الساحل تلف حول شجرة التين ثم تمضي بعد ان تزغرد لها الاغصان نامت فاطمة استيقظ الحسن باكرا اختسل وصل الفجر والصبح مضت عيشة زوجته الى اعداد الفطور رغائف دقيق القمح الخالص تعلم ان الحسن يعشق اكلها مع العسل والشاي الاخضر بالنعناع تعودت عيشة على انشراح محياه لما تقبل بها عليه نهدت فاطمة من فراشها كان ضوء النهار قد بدد ظلام الليل سمعت صوت الحسن وهو يحادث زوجته كانت حفيظة قد استيقظت قبلها اليوم يوم جمعة هو يوم العطلة الاسبوعية للحسن سيظل دكانه مقفلا لما اقبلت عليهم وجدته قد ارتدى جلبابه الابيض قال لها مبتسما بلهجته الشمالية اسرع يا فاطمة تناول فطورك كي نذهب الى المضيق سأصل الجمعة هناك ان شاء الله احمرت وجنتها خجلا كما يحدث للصبايا في مثل عمرها جلست الى جانب حفيظة لما نهض الحسن بدى لها بجلابته البيضاء رجلا اخر غير الذي رأته في الدكان قرب المحطة قال لها سانتظرك عند الباب تناولت فطورها بسرعة ثم وقفت كانت ترتدي جلابتها السوداء كما وصلت لم تكن لديها ملابس اخرى عنقت عيشة وحفيظة وشكرت لهما حسن ضيافتهما قالت لن انساكما نزلت من عينيها دمعتان نظرت الى حفيظة فاذا هي تبكي كانت امها تمسح دمعة لم تقاومها مشت خلف الحسن حتى وصل المحطة ركب سيارة اجرة مع اناس اخرين عمت رائحة العطر الذي وضعه العمل حسن السيارة بينما كان يأتي من الراديو كاسيت ترتيل ممتع للقرآن الركاب ينصتون في صمت طوال الرحلة الى المضيق ظلت مبهورة بتلك المناظر الجميلة التي تمر بها الطريق تارة يقترب البحر واخرى يتوارى وراء كثبان من رمل زينتها اعشاب متنافرة لما نزل تبعته كان يسرع الخطى وقد راعها انه يقصد مركزا للدرك الملكي خافت هل يريد تسليمها الى الدرك هل كانت استضافته لها في بيته حيلة هل يعلم من تكون ومن اين جاءت دوامة من الاسئلة في لحظة من تلك اللحظات الحرجة فكرت في الهروب الهروب الى اين كان يصدر من اعماقها صوت غريب خالت ان الاحسن سمع سرفت فكرها عن الهروب فرجل بمثل طيبوبة العم الاحسن لا يمكن ان يريد بها شرا تقدم الى باب مركز الدرك كانت خلفه مباشرة في الباب دركي القى الحسن بالسلام ورد الدركي بتحية عسكرية اريد مقابلة الاجدون رادي الحسين الرادي تفضل انه في المكتب الثاني على اليمين دخل الحسن تبعته الفتاة مشدوها فهي لم تدخل قط مقرا للدرك في قريتها كان لا يقصد مقر الدرك الا من لديهم نزاعات حول الارض او اشياء اخرى تقدم الحسن الى الباب الثاني على اليمين كان مفتوحا في مكتب توسط القاعة جلس ضابط بلباسه الانيق كان يطالع اوراقا على المكتب ولما احس بهما رفع بصره اهلا الحسن مرحبا نهد من مكتبه وصافحه بحرارة ايقنت فاطمة انهما يتعرفان منذ مدة نظر اليها وقال اهذه هي نعم سي الحسين مرحبا بك يا ابنتي فاجأها بكلمات الترحيب كانت تكاد تتنافر مع مظهر الحزم البادي عليه ما اسمكي اجاب الحسن مكانها اسمها فاطمة وجاءت من الجنوب تبسم الضابط احمرت وجنتها خجلا كما يحدث للفتيات في مثل عمرها ستظل فاطمة تذكر تلك اللحظات كان السي الحسين الراضي يقطن سكنا وظيفيا قريبا وادعها الحسن ارادت ان تعبر له عن شكرها ولكن الكلمات تمردت في حلقها نظرت اليه بعينين دامعتين طلب منها السي الحسين ان ترافقه تبعته الى منزله الذي لا يبعد كثيرا كانت الساعة تقترب من الحادي عشرة في البيت سيدة في متوسط العمر كذلك بدت لها كانت من طينة تلك النسوة اللواتي ترتاح اليهن النفس وتطمئن كانت تفيض امومة قال لها هذه زوجتي الحجة فضيلة هي التي ستدلك على ما ستفعلين تقدمت منها فاطمة سلمت عليها طلبت منها الجلوس على كرسي في المدخل سألتها ما اسمك؟ فاطمة من اين انت؟ من الجنوب من نواحي اقادير وكأنها توقعت منها اسئلة اخرى بادرت الى القول لقد جئت الى الشمال ابحث عن عمل حتى اساعد عائلتي كانت الحجة فضيلة تهيئ الكسكس وبتلقائية رافقتها فاطمة الى المطبخ انت منسوس اذا؟ نعم الحجة مرحبا بك يا ابنتي في المساء تعرفت فاطمة على باقي افراد الاسرة كانوا ثلاث بنات وولدان كانت فاطمة قليلة الكلام وقد لاحظت الحجة فضيلة انها تتعامل بسلاسة مع اشغال البيت وتلقائية لم تعهدها في خادمات سابقات كانت تبدو وكأنها ترعرعت وسط عائلة غير ذات فاقة شكت الحجة في امر بحثها عن عمل لمساعدة اسرتها ولكنها سرعان ما تراجعت هي تعلم ان اغنياء كثيرين انقلب عليهم الزمن وصاروا في عداد الفقراء في اوقات فراغها كانت تطيل النظر الى الشارع كمن ينتظر قادما مرت سنة على رحيلها عن القرية كانت في بيت الحاج الحسين الذي ينحدر من عائلة معروفة في المغرب الشرقي تحس بالامان وذات مرة طلبت من الحاجة ان تمكنها من الاتصال برقم هاتفي كانت تحتفظ به في ورقة استغربت الحاجة الامر ولكنها لم ترد طلبها ركبت الرقم الهاتفي ولما بدى لها ان الاتصال قد نجح ناولتها السماعة كانت تتحدث باللهجة السوسية وكانت الحاجة تفهم بضع كلمات بعد حين رأتها تبكي لم ترد ان تتدخل ولما انهت مكالمتها سألتها الحاجة ماذا يبكيك يا فاطمة امي امي ماتت لا اله الا الله احتضنتها الحاجة ستعلم منها لاحقا انها من ام تانوت قالت انها ستعود الى قريتها مساء ذلك اليوم افضت بسرها كاملا للمرة الاولى علمت منها الحاجة انها تبلغ من العمر ثمان عشرة سنة وانها تنحدر من اسرة تملك ضيعات فلاحية في ام تانوت اخبرت الحاجة بانها ما اختارت العمل في البيوت الا لتوفر لنفسها ملاذا امنا كانت تعلم ان في الشارع ذئابا تمشي على اثنين كانت المفاجأة الاكبر انها زوجت رغما عنها لرجل في السبعين من العمر قالت ان حسابات عائلية تدخلت في ذلك لم تمكث معه سوى شهر ونصف الشهر ولما تسنى لها الهروب هربت كان شقيقها ابراهيم سندها الوحيد ولكنه لم يكن يقوى على ابداء رأيه لما هربت ساعدها في الوصول الى المحطة وترك لها رقما هاتفيا ذاك الذي اتصلت به وكان هاتف مقهى القرية ذاك الذي يديره في الغد سلمتها الحاجة مالا كان اجرتها اضافت اليه مبلغا اخر ودعتها اسرة الحاجة الحسين كما لو ودعت احدى بناتها كانت الرحلة طويلة الى ام تانوت لما وصلت كان المنزل غاصا بالمعزين علمت ان والدتها لم تصمد امام مرض الم بها لما انتهت فترة العزاء كانت تتوقع ان يأتي ذاك الذي زوجوها اياه ليجبرها على العودة الى بيته كانت تعلم ان والدها غاضب كما لم يغضب من قبل يوم هربت ولكنه جاء الى غرفتها ذات الصباح جاء معتذرا لن ترجع اليه ولتكن معركة احست انها عادت الى ركن حصين بعد اسابيع طلقوها منه كانت في منتصف ربيعها الثاني عشر هاربون يعيشون حياة عادية ينصهرون في المجتمعات يذوبون وعلى مدى سنوات يظلون يحملون اسرارهم هي اسرار رهيبة ذكريات لا تغمض لها جفونهم يبرعون في التمويه يتخذون هويات زائفة يتخفون ثم يأتي يوم تنكشف فيه الاسرار وتسقط الاقنعة ويقعون في قبضة العدلة هاربون قصص مستوحاة من الواقع كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيدة قاتل مارغاريتا في السادس من يناير من العام ثمانية وثمانين تسعمائة والف عثر عثر على جثة مارغاريتا سانتوس داخل حجرتها في سكن الحارس الذي ظلت تشغله بعد وفاة زوجها قبل ست سنوات كانت حول رقبتها اثار حبل المعينة الاولية تدفع الى الاعتقاد بان المرأة الستينية خنقت حتى الموت كانت صدمة كبيرة بالنسبة لسكان تلك العمارة الواقعة في شارع كليباخ بالدائرة السادس عشر في باريس كانت امرأة وديعة لطيفة خدومة اجمعت الشهادات التي استقتها الشرطة من السكان على الثناء على المرأة البعض ممن تم استجوابهم لم يتمالك انفسهم بكوا مارغاريتا سانتوس ارملة خيسوس سانتوس تنحدر من قرية قريبة من مدينة اشبيليا في الاندلس اسبانية كما زوجها استقرت عائلتها في فرنسا في عشرينيات القرن الماضي وقد سكنت مع زوجها في المنزل المخصص للحارس بتلك العمارة في شارع كليباخ منذ العام خمسة وستين تسعمائة والف كانت لهما بنت وحيدة تزوجت من مهاجر مغربي يدعى علال بن حميدان شاب ينحدر من ترغيست في الريف كان يسكن رفقة زوجته اليكساندرا وطفليهما ردوان وانيسا منزلا في حي باربيس الشهير كان يعمل سائق حافلة وكانت زوجته تعمل في احد الاسواق الممتازة التحريات التي قامت بها الشرطة لم تكشف ما يوجه التحقيق وجهة محددة ظلت كل الاحتمالات قائمة كان والد اليكساندرا قد توفي اثر نوبة قلبية في الحسيمة حيث كان يمضي عطلة صيف العام 82 رفقة زوجته وابنته وصهره علال نقل جثمانه الى باريس حيث دفن حظي الموضوع باهتمام كبير لوسائل الاعلام المحلية صورة مارغاريتا المرأة الطيبة وهي تبتسم ونظرتها الهادئة من خلف نظارتيها البيضاوية يشكل اذكت اكثر الفضول والاهتمام الجميع ينتظر لما قتلت مارغاريتا ومن قتلها ثلاثة ايام بعد اكتشاف الجثة تقدم الى دائرة الشرطة رجل من سكان تلك العمارة اسمه باتخيس لوجو من مواليد العام 47 900 في بوردو قال انه يعيش وحيدا ويعمل في احدى المؤسسات البنكية قال باتريس لمفتش الشرطة الذي استقبله انه رأى الذي قتل المدام مارغاريتا سانتوس وقف الشرطي ما الذي تقول نعم سيدي لقد رأيته يخرج مسرعا من منزل الحارس كان في يده كيس يحمل علامة احد المنتوجات الكحولية هل تذكر الساعة في حدود الثامنة والنصف مساء كان الشرطي يسجل ما يقوله باتريس ودون ان ينظر اليه سأله كيف عرفت انه المجرم خرج من بيت حارس العمارة كان يبدو مضطربا ولما رآني رسم على حنجرته بسبابته اشارة تفيد التهديد بالذبحة لقد خفت يا سيدي اسرعت الى المسعد قبل ان تلغلق بابه رأيته ينظر الي هل تستطيع سيد باتريس انتصفه لي رجل ذو سحنة تميل الى السمرة له شعر قصير كان يرتدي معطفا من البلوجين له شاربان ويبدو وكأنه لم يحلق ذقنه منذ يومين او ثلاثة متوسط القامة سجل الشرطي ما قاله باتريس اعطاه رقما هاتفيا وطلب منه ان يبلغ عن الرجل حيث ما رأاه على مدى الاسبوع الذي تلى لم يجد جديد كل الفرضيات قائمة كان التشريح قد اكد ان السيدة مارغاريتا سانتوس ماتت خنقا علم المحققون انها كانت تستفيد من معاشي زوجها وكان ذلك الى جانب ما تتقاضاه من اجر من الشركة العقارية التي تدير العمارة يتيح لها دخلا شهريا محترما كانت ابنتها اليكسندرا وكذلك زوجها علال يعلمان انها اتدخرت مبالغ محترمة بعد عشرة ايام وبينما كان باتريس لوجو ينتظر المصعد في بهو العمارة فوجئ بالرجل الذي رآه يخرج من مسكر الحارس في المساء الذي سبق اكتشاف جثة مارغاريتا اقترب منها حتى احس بتنفسه كان ينظر الى عينيها اعاد التلميح له بانه سيذبحه قام برسم الحركة ذاتها التي تعني الذبح ثم اشار اليه بسبابته وابتسم بلؤم لا يخفى ان فتح باب المصعد دخل باتريس رآه يغادر العمارة كاد يجن دخل باتريس شقته اقفل الباب الرقم الذي اعطاه اياه الشرطي شرطة الدائرة السادس عشرة مساء الخير سيدي انا باتريس لوغو هل استطيع الحديث الى العميد نعم نعم سيد لوغو معك العميد فابيان نعم اتصل في شأن جريمة شارع كليبير لقد حضر ذلك الشخص وهددني ثم ذهب حدث ذلك قبل نحو نصف ساعة اخذنا علما سيد باتريس وسنقوم بما يتطلبه الامر شكرا سيدي بضع ثوان بعد ان انهى المكالمة رن هاتفه الو هل تظن انني ابلى لقد جنيت على نفسك من انت لم يرد عليه وانقطعت المكالمة تزايدت مخاوف باتريس صار يحس الان ان الذي يلاحقه يستطيع ان يصل اليه في كل مرة كانت الروتينية التي تعاملت بها الشرطة معه لا تدعو الى الاتبئنان كذلك كان يحس في تلك الليلة رن هاتفه مرات متعددة عاود الاتصال بالشرطة ارسلت اليه دورية كانت تمر من ساحة تركاديرو طرق بابه شرطيان رجل وامرأة حاول طمأنته وبينما كان معه رن هاتفه لم يجر على الرد قالت له الشرطية اجب في الجانب الاخر كان الصوت ذاته يتوعد ان عودت الاتصال بالشرطة فسأذبحك لن اشنقك كما فعلت مع مارغاريتا سوف اذبحك من الوريد الى الوريد كان رهيبا ما سمع قال للشرطية انه يحس بان حياته لم تعد في مأمن رد زميلها بان الشرطة ستوفر له الحماية وما عليه الا ان يتعاون من اجل الايقاع بالقاتل مرت عدة ايام لم يتصل فيها احد بباتريس كان ذلك يقلقه قرر ان يغير مسكنه ولو مؤقتا جمع ما يحتاج اليه من ملبس واكتر غرفة في فندق صغير لا يبعد كثير عن مكان سكنه وللمرة الاولى منذ عدة ايام تمكن من النوم لا احد اتصل به في الهاتف مر اسبوع على ذلك الحال جاءت عطلة نهاية الاسبوع قرر ان يأخذ سيارته ويقصد الى خارج باريس لاستنشاق هواء نقي والتخفيف من وطأة ما يحسه من اجهاد كانت سيارته في مرآب العمارة التي يسكنها مهد باكرا يوم السبت نزل الى المرآب فتح الباب وادار المحرك كان مطمئنا خرج اخذ الطريقة الدائرية مبتعدا عن قلب باريس في لحظة نظر فيها في المرآة ظهر له ذاك الذي رآه يخرج من منزل مارغاريتا سانتوس حسب انه يتوهم رؤيته ولكنه ايقن ان السفاح يوجد معه في السيارة لما وضع يده على كتفه قائلا يا صغير باتريس ستقود سيارتك بهدوء حيث اوجهك واذا ما حاولت القيام باي تصرف مخالف فسوف ارسم على حنجرتك خطا بهذا السكين كانت السكين تلمع في يده ادخل المتنزه على يمينك كان فضاء اخضر به اشجار كفيفة كاد يتجاوز المدخل قلت لك ادخل بغت بقوة على مكبس الفرامل كاد يصطدم بشجرة لم يكن باتريس وهو يسوق سيارته والرعب يسيطر عليها لم يكن قد لاحظ ان سيارة رماضية كانت تتبعه لحظ ذلك لما رآها تسير وراءه في طريق المتنزه فكر في فعل ما يثير الانتباه اليه كان السفاح يراقب كل حركاته ايقن انه يقود سيارته الى حيث سيلقى حتفه دوت في رأسه تلك الكلمات الرهيبة التي قالها السفاح لما ظهر على المقعد الخلفي للسيارة اذا ما حاولت القيام باي تصرف مخالف فسوف ارسم على حنجرتك خطا بهذه السكين فكر في ان يلقي بنفسه من السيارة تردد كاد ينهار في تلك الاثناء بدى سائق السيارة التي تتبعهما وقد هم بتجاوزهما ومضت اضواؤه مرتين توجه باتريس اقصى اليمين وما ان تقدمتهم السيارة ببضعة امتار حتى اعترضت سبيلهما ما الذي يحدث صاح السفاح لم يرد باتريس تم كل شيء في ثواني معدودات اضطر الى التوقف فجأة كان قد نزل من السيارة الرمادية رجلان وهما يشهران سلاحهما جاء احدهما بمحاذاة نافذة باتريس انزل وضع يديك على رأسك كان السفاح مندهشا اسقط سكينه على ارضية السيارة نزل باتريس اولا ثم السفاح لم يقاوم كان موقنا بان كل حركة يأتي بها ستقوده الى حتفه سيعلم باتريس لاحقا ان السفاح ويدعى جيورجيو ايطالي من سقلية تعرف على مارغاريتا قبل سنة او سنة ونصف وكان يتردد على منزلها كانت تعده صديقا يوم ترصد لباتريس وانتظره في سيارته كان قد صمم على تصفيته والتخلص من الشاهد الوحيد في جريمته التي ككل الجرائم لم تكن كان مرزاق والتلاميذ اشياء كثيرة تحدث في ابواب المدارس والثانويات قد لا تثير الانتباه لفترة قد تطول وحين تنكشف وتتبدى تقع الكارثة كانت راديا لطيف تلميذة متميزة طوال سينية الدراسة الماضية وقد بلغت الان السنة الاولى من الطور الثانوي التحقت باحدى الثانويات في القنيترة حيث ولدت وترعرعت وحيث كان والدها الحاج المعط لطيف يتاجر في مواد البناء امها التي كان حظها من التعليم الباكالوريا ربة بيت وقد ساعدت ابنتها راضية في دراستها وتولت تنشئتها على اسس التدين والحشمة وكل القيم النبيلة وقد بدى انها نجحت في ذلك اما ابوها الحاج المعطي فقد كان منهمكا في تجارته غارقا في مشاكلها كان رجلا متدينا الى درجات تلامس التشدد يتردد على كثير من المشايخ يسأل اهل الذكر عن قضايا تخص امور دينه ودنياه يعود الى منزله بعد ان يصلي العشاء في المسجد وغالبا ما يكون اطفاله الاربعة وكبراهم راضية قد اووا الى اسرتهم وناموا كان يرى ان الاهم ان يوفر لهم المأكل والملبس وان يحرس على ان يحترم الشعائر الدينية وكان يعول في الباقي على زوجته الحج زهرة ابنة خالته فهي التي تتابع دراستهم وهي التي تعد لهم الطعام وتراقب كل شيء كانت الثانوية التي التحقت بها راضية في العام سبعة والفين بعيدة عن منزل عائلتها في مرحلة اولى كان والدها يضطر الى استحابها في سيارته والحضور لاعادتها الى البيت في منتصف النهار وفي المساء وكثيرا ما كان يتأخر وكثيرا ما كانت تظل تنتظره في باب الثانوية احيانا يمضي كل التلاميذ وتبقى هي في انتظاره كان يحدث ذلك حين يصادف موعد خروجها من الثانوية موعد صلاة المغرب كان الحاج المعطي حريصا على اداء الصلاة في اوقاتها وفي المسجد بالنسبة اليه ان تنتظر راضية عشر دقائق او ربع ساعة بعد خروجها من الثانوية لن يسبب اي ضرر كان الرجل موقنا بان ابنته تلقت تربية تقيها كل زيغ او انحراف كذلك كان يظن في باب الثانوية كل يوم امطرت السماء امسطعت الشمس وخلال كل ايام الاسبوع ما عاد الاحد كان يقف رجل يشي مظهره بانه في العقد الرابع من العمر كانت له عربة اتخذها من عربة اطفال قديمة حيث كان المهد وضع صندوقا يفتح غطاءه ويضع فيه في صفوف متراسة بعض علب البسكويت والحلويات اجيال من تلاميذة تلك الثانوية تعاملوا معه اشتروا منه ما كان يعرضه من بضاع ولكن الرجل الذي لا يعرف سوى اسمه الشخصي مرزاق كان يبيع ايضا السجائر بالتقصيد وكثير من التلاميذ والتهميذات كانوا يشترون منه بضع سجائر كل يوم وكان هو من يسر لكثير منهم سبيل الادمان كان يخفي علبة السجائر وراء صف علب البسكويت او يخرجها من جيبه حين يأتيه احد اولئك المراهقين يريد شراء سجارة او اثنتين تطور التجارة مرزاق وصارت الحلوى وعلب البسكويت مجرد غطاء وراءه يكمن مشاط يدر عليه مداخل هامة صار يبيع السجائر المهربة كان ويدفعهم الى الانغماس اكثر في الادمان خلال الاشهر الاولى كانت راضية تتحاشى الوقوف عند عربة مرزاق هندامه يحيلها على صورة الاشرار تلك التي ترسخت في ذهنها وكانت طريقته في الكلام تؤكد لها تلك الصورة التي كونتها عنه مرزاق كان اخر من يغادر باب المدرسة لا ينصرف حتى ينصرف اخر زبائنه ومنهم تلامذة كثيرون دابوا على الاستدانة منها لم يكن لديه كناش لتقييد الديون كما هو الحال عند اصحاب البقالة في الاحياء الشعبية كانت ذاكرته قوية في المرات التي كان الحاج المعطي يتأخر في الوصول الى المدرسة كانت راضية كثيرا ما تجد نفسها وجها لوجه مع مرزاق لم يكن يكلمها ولكنها كانت تسمعه من موقعها في باب الثانوية وهو يغني لعله كان يغني ولكنها لم تكن تفهم شيئا من كلامه وصارت تظن ان الرجل يؤدي نشيد المساء كل يوم قبل ان يبرح باب الثانوية ويمضي وهو يدفع عربته اكتشفت راضية ان احدى زميلاتها في القسم تسكن نفس حيها كانت بشرة تسكن بضع شوارع فقط ابعد من منزل عائلة لطيف وقد علمت منها انها تأتي الى الثانوية على متن الحافلة قالت لها انها حصلت على بطاقة اشتراك لقاء مئة درهم في الشهر وقد سرت راضية بذلك ومضت الى امها تبلغها انها وجدت حلا لتنقلها الى المدرسة اخبرتها عن بشرة وعن الحافلة استقر رأي الحاج زهر على تجربة هذا الحل لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا فاتحت زوجها في الموضوع عارض بشدة في البداية ثم مال الى اللين لما ذكرته بان ابنتهما تضطر الى انتظاره في باب الثانوية وحيدة لما لا تسمح له ظروفه بالحضور في الموعد وافق في النهاية على ان يجرب هذا الحل لشهر واحد كانت راديا في السادس عشرة وقد بدأت تبدي منذ فترة محاولات للاعتراض على نمط الحياة السائد في البائد كانت والدتها وهي الاقرب اليها تحاول التغاضي عن امور ولكنها لم تكن تبدي اي لين فيما يتعلق بالملبس والشعائر الدينية وقد وجدت راديا نفسها تتجاذبها ايقاعات الاوقات التي تمضيها في الثانوية وما يملى عليها من سلوك في البيت صارت ترى في والدتها امرأة لا تريد لها ان تنفتح بينما كانت زميلاتها في الثانوية تظهرن بمظهر مختلف ولذلك نزعت في تلك الفترة الى ابداء غلاق وتقوقع صار يقلق والدتها تراجعت نتائجها الدراسية وصارت تتمرد على اسرتها ذات مرة قالت انها ترفض ارتداء غطاء الرأس ولما بلغ والدها ذلك زجرها ولما حاولت ان تبدي رأيها صفعها بكت في صمت ظلت تبكي الى ان نامت ما لم تكن تعرفه الحاجة زهرة ولا الحاجة المعطي لطيف ان رادية صارت تحكي لصديقتها الجديدة بشرة عن كل ما يحدث لها مع اسرتها وكانت بشرة تحرس على مواساتها ثم بالتدريج صارت تأتي لها بالاجوبة كانت رادية ترى ان ما تقوله صديقتها غالبا ما يستجيب لما كانت تتوق اليها ثم تطورت بامور وعرضت عليها صديقتها حلا سحريا ان تبدي لهم في البيت ما يودون رؤيتها عليها وان تمضي فيما تريده حين تكون بعيدة عن انظارهم تعلم رادية ان صديقتها تحب زميلا لهما في القسم كانت من حين لاخر تمضي معه بعض الوقت بعيدا عن الثانوية في مقهى وسط المدينة صار الحاج المعطي نادرا ما يلتق ابنته الكبرى التغيير الذي طرأ على جسمها كان يبعث اليه برسائل صارت تؤرقه الان قيل له زوجها واسترح قيل له كفاها تعليما وقيل له وقيل له ولقد هم بفصلها عن الدراسة ولكن والدتها عارضت بشدة لاحظ الحاج المعطي هو الغارق في اعماله ان راديا تذهب الى الثانوية كل يوم من الثامنة صباحا الى الثانية عشر زوالا ومن الثانية بعد الزوال الى السادسة مساء اثارت انتباهه رتابة التوقيت وانتظام ساعات الدراسة على ذلك المنوال من الاثنين الى السبت ظلت نتائجها الدراسية في تراجع وقد تذكر المعطي انه لما كان تلميذا في الثانوي كالرتابة لاحظت الحج زهرة ان طباع ابنتها تبدلت وانها صارت تبدو وكأنها تعاني من مرض ما حاولت ان تعرف منها اسبابا زوائها ولكن محاولاتها لم تثمر قرر الحج المعطي ان يفرض عليها مراقبة ذهب ذات صباح من شهر ابريل الى الثانوية وطلب البرنامج الزمني للقسم الذي تدرس به ابنته لاحظ انه لا يتضمن اي حصص للدراسة مساء الاربعاء ويوم السبت كما ان ساعات الخروج والدخول تختلف من يوم لاخر انتظر مساء الاربعاء اكتر سيارة حتى لا ينكشف امره ووضع نظارتين كبيرتين وتبعها توجهت الى الثانوية تحت شجرة هناك رآهم يجلسون اشعل بعضهم السجائر بينما كان اخرون يعدون لفافات الحشيش رأى مندهشا كيف ان ابنته راضية تناولت من احدهم لفافة وشربت منها احس لان دماغه يكاد ينفجر تقدم نحوهم يصرخ فجأت به راضية حاولت ان تهرب حاول ان يلحق بها سقط ابتعدت ثم التفتت الى جهته كان ملقا على الارض عادت اليه كانت تبكي ثم اصابتها نوبة هستيريا جلست الى جانبه وصارت تصرخ دعني انضي البنوة ليست خبزا وملبسا واوامر دعني امضي كانت تضرب بكفيها على الارض لم يكن يجيب خرج مسؤولون في المدرسة يستطلعون الامر اكتشفوا مشهد الحاج المعطي وابنته لما نقل الى المستشفى تبين ان الرجل اصيب بصدمة تسببت له في انهيار عصب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة